السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويوم جديد من ملعب الاهلي النهاردة عندنا موضوعين هنتكلم في يوم في البداية وبعد كده في الجزء الثاني إن شاء الرحمن هيكون ضيوفنا كبتنا كابتن حمد صدقي وكابتن أسامة حسني وكابتن أحمد بلال هنتكلم بالتأكيد على الدوري وهنتكلم على صفر بعثة النادي الاهلي بكرة إن شاء الرحمن كل التوفيق لها إن شاء الرحمن في خود المباراة الثانية مباراة القياب في نصف نهائي أفريقيا بإذن الله أو دوري أبطال أفريقيا إن شاء الرحمن كل التوفيق للنادي الأهلي هنتكلم كمان على مباراة الاتحاد مع بيتروجيت اللي تعادل فيها الاتحاد مع بيتروجيت واحد واحد الأهداف كانت لرزاق سي سي وتعادل بيكلي لبيتروجيت عشان يبقى هداف الدوري يعني من غير منافس لأنه وصل للرقم سبعة بيكلي مقدم موسم طيب جدا ورائع جدا رغم أهداف بيتروجيت الأوليلة لكن بيكلي جايب لوحده من بيتروجيت سبعة أهداف عشان مباراة وفاق الصيف قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا البطولة الأقوى والأعظم في القرى الأفريقية والسفر بكرة بإذن الله تعالى إن شاء الرحمن هيبقى الصبح إن شاء الله فعايزين نتواصل مع حضراتكو عبر صفحاتنا على الفيسبوك صفحة قناة الأهلي وملعب الأهلي قولنا من خلال ذكرياتكو وتاريخ كل المباراة والمواجهات اللي خاصة بقبل نهاية دوري أبطال أفريقيا إيه الجول اللي انت فاكروا أو الهدف اللي بتتذكروا إلى هدف كتير ما شاء الله لكن في قبل النهائي دايما بنتذكر المباراة النهائية المباراة الختمية المباراة اللي هي يعني بتبقى يعقبها بطولة أو رفع كاس أو تتويج بلقب لكن السيمي فاينال جزء كبير جدا جدا من النجاح وجزء كبير جدا من تكملة المشوار وجزء كبير كمان من النقاط اللي بتوصلك لنادي القرن فإيه الجول اللي مؤثر معاكو أو معلم معاكو وانتو فاكرينه بشكل كبير جدا كان خاص بقبل نهاية دوري أبطال إفريقيا عشان الأحداث سريعة النهاردة في ملعب الأهلي ولازم تكونوا مركزين جدا وانت بتسمعوا لي لأن النهاردة هنقول كلام برضو خاص بحلقة مباراة أو تكملة لحلقة مباراة لكن عشان مشوار الأهلي وسفر الأهلي بكرة هنبدأ بتليفون مهم جدا مع كابتن سامي أمصان المدرب النادي الأهلي مسأل فولك كابتن سامي كابتن عامل إيه؟ عامل إيه أنت؟ انت وحشني والله والله هو أنت كمان إيه الأخبار؟ كله تمام عارف بحب مين يا سامي؟ انت طبعا الله يخليك بالتوفيق إن شاء الرحمن لقاء مهم جدا كل الناس في مسندك وفي ظهركو إن شاء الرحمن ترجعوني بإذن الله ببطاطة تقاهل للنهاء إن شاء الرحمن كابتن سامي بإذن الله يا كابتن ودي الحمد لله يحتاج كبير جدا منكم أنتم دايما في بقرنا ودايما في قناة المدر الأهلي وحضرتك من التعاملين بشكل كبير إن شاء الله نكون على قد المسؤولية اللعيبة إن شاء الله الحمد لله مفكزة وجهاز عندنا تصميم إن شاء الله اللي حدث اللي نحن نفعله ونشاهد لنا تقاري تصميم أتمنى إن شاء الله التوفيق في المباراة اللي جاية إن شاء الله بعد كده إن شاء الله تأهدها المهائي إن شاء الله كلنا فرحنا قوي بعودة السلية في المباراة اللي فاتت الأخيرة للمنادي الأهلي ومشاركة كمان حسام عشور ومشاركة أحمد فتحي لكن قمنا النهاردة على خبر إن في إصابة لأحمد فتحي أو في كادمة لأحمد فتحي طمنا كتنساني طبعا مهمة جدا إن نحن نلعب أخبار بكل خمواتنا الحمد للعيبة كلها تعاودت عمر السلية ومشاركة خبر وكل العيبة الموجودة والنهاردة الحمد لله يمكن أحمد تعرض لإصابة يعني كده في الرجل لكن الحمد لله تصميم إن شاء الله يكون موجود معنا إن شاء الله بكرا بس هي اشتراك ولا لوحدها يعني تعرف الكرة مشتركة ما أحمد علاء يعني أحمد علاء ده هو ليس راجع أساساً أحمد علاء طيب يعني أحمد فتح الحمد لله مفيش حاجة خالص ومسافر مع البعثة بكرا إن شاء الله رحمن وموجود معنا إن شاء الله كمان صلاح محسن ما شاء الله كويس شوفناه في مرات المسارة للاتصالات مفيش مشكلة برضو عنده الحمد لله كل اللي عيب الحمد لله كل الناس جاهزة في السناء طبعا عالي معلوم وزنيو ويمحمد دكي حتى الحمد لله كل القايمة موجودة وحتى النهاردة بيسم برضو شارك كويس حاجة كويس الحمد لله فكل دي بتزي قوة بتزي ونفسك كويسة بين اللعبة عشان كل واحد طبعا بيحلب ده هو شارك بطولة كبيرة زيادية وشارك نهايات زيادية وانا إن شاء الله برضو تدي فرصة كويسة لنا كجهاز ومسر الكرترون اللي هو برضو يقدر يطارب عنده اختبارات كبيرة كتيرة لكن احنا عندنا كلنا ثقة في اللعبة اللي كلها الموجودة ويمكن ده كان أمر واقع مشكلام ومراكم عنده ثقة كل اللعبة الموجودة إدى كل الناس بتشارك وكل الناس عندها فرص لها تبقى موجودة والقرار الأول والأخير بقى في اللاعب لو يبقى يزبط لو يكون موجود أو يكون موجودة صحية وسعد سمير كمال الحمد لله كويس طيب تفاصيل الرحلة الرحلة بكرة الساعة عشرة تقريبا إن شاء الله إن شاء الله الرحمن طيب كبت السمير هناك من يومين تقريبا اه كبت السمير دايما هو بيزبط حضرك طبعا عارض طبعا ومررت طبعا بالتجالب دي أكتر مننا فهو كبت السمير هو بيزبط قبلها دايما بيومين تحضر كل الأمور سواء الفندق الملاعب اللي احنا هاتماران عليه لأن احنا عندنا فرصة برضو اللي احنا هاتماران تمثين على الملعب ترتين نص اللايحة الأفريقية بيقول كده لو ترتين بتتمرع على الملعب مرتين يعني أنت بكرة وبعده هتتمرع على نفس الملعب على الملعب قويسة إن شاء الله دي حاجة كويس طيب يعني الأجواء هناك يعني من خلال اتصالاتنا في مساندة طبعا الجارية المصرية موجودة هناك كتير على فكرة مش قليلة أنا متأكد طبعا جماهير وفا الصيف هتبقى موجودة بشكل كبير وعرضنا مبارح فيديو لهم هنا بيحمسوهم وده وضع طبيعي ما فيش مشكلة خبرات لعبة النادي الأهلي تتعامل مع الموقف إن شاء الله رحمن بشكل جايد يا كبن سامي طبعا طبعا كل حق أي فرقة بتتلعب اللي هي تطموحة اللي هي تقتر عاوزة تلكتاب وعاوزة تتأهل لكن الحمد لله انت عارف قدم لعبة النادي الأهلي وثقافة لعبة النادي الأهلي اللي تقدروا لعبة النادي الأهلي مايش دي حاجة مش جديدة عليهم لكن إن شاء الله سألنا إن شاء الله إذا نمشي بمباراة زي ما عزنا نحاول نطوي المباراة لأنهم حيلعبوا تحتوى طبيعي عاوزين حاجة بهدفين إن شاء الله إن شاء الله يكون عندنا في الصمام اللي إحنا نقتل مباراة بهدف فكل جيس من رغيات الراجل بيحمطها واشتغلنا عليها ممكن خدنا بكل الإذنات حتى النهارب اشتغلنا في حاجات تاكسيكو والراجل ان شاء الله يقدر يساعدنا فيها يعني ساعد اللعبة فيها لديها تحققها ان شاء الله الحاجات اللي هي مفتوبة من قرار اشتغلنا على كل نواحة في وقت دفاعية احنا بتاخد بالاسباب كلها وان شاء الله توفيق بإذن الله الملعب ترتاني يعني أرضية مختلفة شوية يعني حابب تقول لي تعليقك مثلا إيه الحاجات اللي انتوا اخدينها على الملعب ملعب واسع ملعب دي فيه أحزية مخصصة مثلا اللعب هتاخدها معاها ولا الدنيا ماشي ازا في التار داكة السام لا يا كابتن يعني هو انت حدوك عارف طبعا ان احنا زي من الملعب اللي هي تبقى فيها الكرة سريعة سريعة صحيح عندنا برضو انت يعني بتبقى محتاج برضو جهد بادني أقوى لانت انت بتلعب يعني يعني على قلوة صلبة محتاج ان انت تلعب يعني أسرع في مركز كويس لان برضو كرة بتبقى أسرع من اللي سرعتها من زي سرعة من الجيل الطبيعي يعني لكن اللعبة أعتقد ان معظم اللعبة برضو لعبة سرعة وان شاء الله ان شاء الله يكون عمينا فرصة ان شاء الله اللي احنا نحق الهدف اللي احنا نتعب بإذن الله اخر مواجهاتهم في الدوري هناك كانت قدام فرقة اسمها أوليمبي تعدلوا اتنين اتنين كانوا متأخرين بهدف وبعد كده تقدموا بهدفين لهدف واضعوا ضربة جزاء وبعد كده تعادلوا في الوقت الصعب جدا من اللقاء لكن عندهم مشكلة القرطين اللي دخلوا فيهم من فرقة أوليمبي كانوا كرة سابتة صعب مظبوطة كالساني يعني احنا نتابعناهم من ساعة مباراة الأخر نتابعناهم هم كسبوا مطش نصف وكسبوا مطش عصف وتعادلوا في مطش العثير بصف عتبت ان ترى الامور كلها متاحة لكل الفرقة اللي يتوب بعض ازاي برضو هم شابون اصرقوا علينا في وسط الزاوز اصرقوا علينا في وسط الزاوز يعني ازاي متاح يعني ودي بتدي فرصة برضو لك ان انت بتقدر تدي اللعبتك كل الحاجات اللي يتوبت اللي انت بتدعبها من المنازات بتاعتهم لعيوب بتاعتهم بتقدر تشتغل عليهم فده امر متاح لكل الفرقة يعني هم درساننا كويس ويحنا درساننا كويس ويبقى طبعا حالة اللعبة ملعب توفيق ربنا ان شاء الله رحمن انصر مهم جدا اتفاضل يا كابتل ودايما ربنا بيدي طبعا اللي بيكتد اكتر وبيتعب اكتر وبيتعب اكتر وحنا الحمد لله بنسعلكد ان شاء الله رحمن انصر مهم جدا في اللقاء هو انصر التحكيم انا باشهد للراجل اللي هو جوميز اللي هو الحكم قصير كده يعني قصير قدي كده لكن حكم مميز جدا شخصيته بيفرضها على طول هتلاقي سماته هادي مش الشخص العصبي ولا حاجة لكن مميز جدا جدا اعتقد ان هو يبقى فير جدا وموفى ان شاء الله رحمن بس لانه عنصر من معاصر اللعبة قد يكون مش في يومه لكن في النهاية اشهد له ان هو حكم كويس جدا هو عنصر مهم جدا ممكن ان اخطى لايكو يسبب في مكسف فريه ما يستهلش وممكن احنا مررنا الناجي الاهلي بالموقف لدوات هالي اذاك عارف طبعا وعندوك عارف انت في الاحتلال ان شاء الله اكتر من احسن من اي حد فنتمنى ان شاء الله ربنا يجي ويعني احنا بنقول لي العزلة الكلينا صحيح مش عايز اكتر منها طيب كابتن سامي خلول القايمة من شريف اكرامي للطرد طب ناصر ماهر ومؤمن زكريا اسباب فنية ولا في لقد الله اصابات او حاجة لا والله يا كابتن هو وجهة نظر راجل يعني ماشي بالستثناء برضو شريف اكرامي عارف ان هو موقوف موقوف اهه ما اقولت بستثناء شريف اكرامي لكن انا انا حاج برضو يعني اقول مش قاد حقا في شريف اكرامي واحد من الناس يعني شخصات الممعيزة جدا اللي واحد قابل لها في الناس بيا لعمة في الحبش بيقد دوره على اكمل وقت تتكلم عن لعيبة بحقس لعيبة بالطرارة كوية وده دور مهم جدا وخصوصا اللعبة الكبيرة طبعا طبعا لا هو طبعا وعشور ووليد ونجيب وسعد وكل الناس ديت يعني فهو ده اللي مذينا سقة ومذينا تمغنان شوية ان هذه روح البطولة ان شاء الله طبعا احمد فاتذتك متأكيد كابت سامي يا سيبا اكتنام بقى انت عندك سفر بدري ان شاء الله رحمن كل التوفيق ليكو بإذن الله ترجعونا ببطاطة اهل ان شاء الله رحمن يا كابت سامي كل التوفيق اكتنامي لك طيب خدنا كلمة سامي وعرفنا ان ناصر ماهر ومؤمن زكريا مش مسافرين دي وجهة نظر الراجل اسباب فنية من حس يعني شخصية الراجل او تفكير الراجل او اسلوب الراجل او وجهة نظر الراجل ايا كان اللي مسافر بقى يعني فلان او فلان مهم ان يبقى بطاطة اهل ترجع مع الجهاز الفني واللعيبة بإذن الله والصعود للمباراة انها ايه بعد ما سمعنا كلام كابت سامي نطلع فاصل خفيل جدا جدا وبعد كده نكمل كلامنا بقى في موضوع مبارح اللي هنكمله بإذن الله وعندنا كمان موضوع الاعراض اللي لازم يحنا كمان يبقى من البداية هنا يعني ايا كان الفرقة وايا كانت المعار إليها لازم كل الناس تلعب لان ده ملوش علاقة ابدا لا بالمنطق ولا بالعدالة يعني هاشرح لكم من خلال وجهة نظري وإليكم يعني التأدير او التقييم لكن قبل ما نتكلم في الموضوع الاعراض هنكمل موضوع مبارح فاصل مكملين معكم اجيل بتسلم بعد تاريخ مكتوب والكل في واحد ونتيجة تن النادي الأهل المصري مرحب واحد العالم شاهد على أمجاده وإنه مشرف اسم بلاده بكل دولاده واحد واحد أجيل بتسلم بعد تاريخ مكتوب والكل في واحد ونتيجة تن النادي الأهل المصري مرحب واحد العالم شاهد على أمجاده وإنه مشرف اسم بلاده بكل دولاده واحد 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 أهلي أهلي صباح الفل هنخش العالم الافتراضي هنخش العالم حبينا تدخلونا في العالم ده نخش في العالم ده مفيش مشكلة خالص يعني مفيش أحسن من التخيل تبقى يعد كده تتخيل بقى أنت سافرت وجيت ورحت وخدت بطولات ورفعت الكؤوس واتبسطت والجمهير مستنىك في المدرجات والجمهير مستنىك في الشوارع وماشي بقيتوا باسم مفتوح كل دي أحلام عالم تخيل مفيش مشكلة لكن الواقع بيبقى لفريق تاني خلينا نتكلم بكل مرة بقول بالمنطق بنسى أن أنا من مبارح والنهاردة من غير المنطق هنخش العالم الافتراضي العالم الافتراضي اللي هو يعني إيه أنت مش مصدق غير نفسك خلاص أنت مش مصدق غير نفسك وأنا كمان يعني أنت أنا بليون وأنا أنا بليون خلينا نتكلم في العالم اللي بيعجب حضرتك جدا هنحسب هنحسب يعني نادي القرن بالنظام القديم خلاص حسبوا الاتحاد الأفريقي اللي نادي الأهلي حسبوا الاتحاد الأفريقي اللي نادي الأهلي من خلال معاييرت حاطتي في 94 حضرتك مش مصدقها مش مشكلتي ولا مشكلة أي حد فيش أي مشكلة عندنا لكن يعني حساباتك يعني لكن لو حسبناها بالنظام الجديد حتى بالنظام الجديد على البطولات القديمة يعني حتى بالنظام الجديد على البطولات القديمة مش هنضيف إليهم بطولات النادي الأهلي السنادي أو أسف من 2000 لحد الوقتي من 2000 لحد 2018 مش هنحسب بطولات النادي الأهلي لأننا نتكلم عن النادي القرن اللي هو من 1900 إلى 2000 هنحسب النظام الجديد بتاع الاتحاد الأفريقي النظام الجديد بتاع الاتحاد الأفريقي على بطولات الأهلي وبطولات الزمالك اللي كانت في القرن الماضي برضو هيطلع الاهلي بطل القرن يعني لقديم نافع ولا جديد شافع لكده نافع ولا كده شافع لقديم نافع ولا جديد شافع طب تعالوا نحسبها مع بعض بقى بالعالم الافتراضي يعني خلاص أنا همشي معكم النهاردة حلمة يعني على فجل اللي اكتشابت الموضوع ده ممتع جدا ممتع جدا يلا احسب بقى بالنظام الجديد كده بص يا سيدي ده النظام الجديد اللي حطه الاتحاد الافريقي بطل دوري ابطال افريقيا بياخد خمس نقاط والوصيف بياخد اربع نقاط ونصف النهائي بياخد تلت نقاط وتالت المجموعة بيحصل على نقطتين تالت المجموعة لما كانت دوري مجموعات لو تفتكروا يعني لما كان فيه دوري مجموعات اكيد الموضوع ده يتغير السنة الجاول لحاجة لان انت دور السلتاشر بياخد نقطة رابع المجموعة بياخد نقطة رابع المجموعة ركز في نقطة دي لان هي اتكرر الكتير مش معانا معاكم اوكي رابع المجموعة بياخد نقطة البطل في الكونفدرالية بقى البطولة المقابلة بياخد اربعة يعني الكونفدرالية بتتساوى مع وصيف دوري ابطال افريقيا والوصيف في الكونفدرالية بيتساوى مع اللي بيروح قبل نهائي دوري ابطال افريقيا الوصيف في الكونفدرالية بياخد تلاتة نص النهائي في الكونفدرالية بياخد نقطتين ودور التمانية بياخد نقطة واحدة ده النظام اللي حطه لاتحاد الأفريقي في بطل قرن اللي هو اللي احنا فيه بقى اللي فات انتهى بطل السوبر الأفريقي بياخد نقطة واحدة بس يعني السوبر الأفريقي عشان هي مباراة واحدة الاتحاد الأفريقي بيفهم بشكل كبير جدا وبيدي لكل واحد يعني حقه وحجمه بيدي لكل نادي حقه وحجمه حقه وحجمه لو مشينا بالمعدل ده بالنظام ده على البطولات اللي حقاها نادي الزمالك لو مشينا لو مشينا بالنظام اللي حطه الاتحاد الافريقي اللي هو النظام الجديد اللي هيتم احتسابه على بطل القرن الجديد اللي احنا فيه ده احنا لسه في 18 يعني يدينا ويديكم طلطل عمر بس يعني ساعتها بقى تعالوا لي يا اما في قبر 6 اكتوبر يا اما في يوم انا مش عارف ارا فين ساعتها بقى يعني كده اقروا لي الفتحة واقولولي مين اللي خد لقب القرن لحد الوقت الاهلي طبعا متفوق يعني لكن بالنظام الجديد اللي حطه الاتحاد الافريقي لو لبناب على الاندية ما قبل 2000 برضو الاهلي هيطلع بطل الدولي طب هنعمل ايه طب نحسبها كده برضو مع بعض نخلينا نروح مع بعض ما قبل 2000 لو تم احتساب النظام الجديد ده عشان المعايير اللي قولك اتحطت ازاي ومحضر الجلسة كان فين ومين اللي كان قاعد ومين اللي كان بيجيب البوفي بتاع القاعدة لا منطق طيب تعالوا نحسبها كده على الاهلي والزمالك بالنظام القديم او بالبطولات القديمة الاهلي فاز ببطولتين دوري ابطال افريقيا 82 و87 اوكي بحساب الاتحاد الافريقي الجديد 5 في 2 10 نقاط يعني البطل بياخد 5 نقاط في 2 82 87 خال 10 نقاط فاز ببطولة ابطال الكؤوس 4 مرات فاز 84 و85 و86 83 و90 4 مرات ف4 نقاط يبقى 16 نقطة 16 و10 بوصلنا للرقم 26 وصل لنهائي دوري ابطال افريقيا مرة واحدة بس سنة 83 قدام كوتوكو واخسرها ياخد 4 نقاط اوكي وصل لنص نهائي دوري ابطال افريقيا مرتين مرتين 88 انت بتضرب بالنظام الجديد وصل الاخيرة ايه بس يبقى ماشيين مع بعض الديني فرصتي وصل لعم واحد وصل نص نهائي دوري ابطال افريقيا مرتين 81 و88 زي ما قلتها حضراتكم ووصل لدوري التمانية في دوري الابطال وحصل على تاني المجموعة مرتين 99 و2000 ووصل لدوري التمانية في دوري الابطال وخرج مرتين 77 و91 ووصل لدوري التمانية ابطال القوس مرة واحدة عام 92 بنقطة والافرها ساوي واخدها مرة واحدة بس سنة 89 لما تيجي تضرب ده الاهل هيجي طلع مجموعه 46 نقطة لما تيجي تضرب الكلام ده في النظام الجديد اللي عام للاتحاد الافريقي ببطولات الاهل القديمة بالعالم الافتراض اللي ماشيين مع بعض فيه هيطلع 46 يبقى مجموعة الاهل كده 46 خش على الزمالك بالنظام القديم بالبطولات بتاعت الزمالك القديمة بالنظام اللي بيحدده الاتحاد الافريقي الجديد هتعترض علي دي كمان يعني هتعترض علي دي كمان خلينا نمشي مع بعض تعال يا عام تعال يا نوفمبر روح يا نوفمبر خلينا نروح مع نوفمبر بوس يا سيدي الزمالك فاز في البطولة دي الدوري ابطال افريقيا خمس مرات فاز 84 86 93 96 اوكي و2002 خمس مرات فاربعة اوكي او اسف يعني اربع مرات اسف 84 86 93 96 لانه فاز 2002 كنا عدينا الالفية يبقى 5 فاربعة بعشرين المرة بخمس نقاط بعشرين فاز بدوري ابطال القوس يعني مرة واحدة بس سنة 2000 ووصل نهائي دوري ابطال افريقيا وخسر وخسر 94 قدام التراج لما خسر 3-1 هناك اتعادل هنا سفر سفر وخسر 3-1 هناك الهدي بالرخيص الله ارحمه لو تتذكروا وصل نهائي نصف دوري ابطال افريقيا وصل نصف نهائي دوري ابطال افريقيا سنة 85 ادي مرة 3 نقاط وصل نصف نهائي دوري ابطال قوس 76 ادي نقطتين وصل نصف نهائي كاسل اتحاد الافريقي 99 نقطتين وصل لدور 8 ابطال الدوري والتاني مجموعة مجموعته سنة 97 3 نقاطة وصل لدور 8 ابطال قوس 78 مرة اوكي فاز بالسوبر الافريقي 97 و94 واحدة في اتنين يبقى من نقطتين وصل لدور 8 ابطال الدوري وخرج 87 79 واحدة في اتنين برضو والافرأسيوي 97 88 88 87 مع ان الافرأسيوي دا يبقى المجموعة كله 45 بالنظام الجديد الاهلي 46 والزمالك 45 تعال اهلي بقى سامير الافرأسيوي الافرأسيوي الاتحاد الافريقي ما حطوش اساسا لانها كانت بطولة بتتلعب كل سنة المفروض لكن في سنين ما تلعبتش خالص فالاتحاد الافريقي قال لك لا في ناس ما لعبتش اساسا احنا اللي خدنا القرار احنا والاتحاد الاسيوي فبالتالي مش عقبك على حاجة انا كنت صاحب القرار فيها اساسا مش انت يعني وازاي ما عرفش ما يضفوهاش على اساس ان هو خدها مرتين يعني 88 و97 والاهلي خدها مرة يعني انا حطتها لكو كمان يعني بالنظام الجديد اللي حطو الاتحاد الافريقي لو رجعناه ورجعنا بقلة الزمن كده الورا رجعنا بيها كده الورا بشكل 20 سنة ولا حاجة وحسبنا اللي عملوا الاتحاد الافريقي دلوقتي عشان يحدد بطل القرن القادم اللي احنا فيه ده مع القرن القديم برضو هتطلعوا التاني يعني برضو الزمالك التاني 45 والاهلي 46 على مفتراضي يعني على مفتراضي هو وسع من وش العقلاء يعني انت هتلاقي دايما الموضوع مش بتخاطب العقل والمنطق انت بتخاطب مرحلة جدلية عايز تبقى فيه موضوع جدلي بحت وانا هامشي مع ده انا هامشي مع ده عنطر يعني عنطر بجد يعني عنطر العبسي مش عنطر عنطر بجد يعني الناس ما تعرفش عنه غير يعني تلعي لعين وقلق لك عين ونعيش او راحنا الاتنين الفيلم العربي الشهير لكن عنطر ده كان شعر جميل جدا جدا فيه بتشعر ليه بيقول ايه بيقولك اذا بتليت بظالم كن ظالمة واذا خاصمك جاهلا كن جاهلا يعني لو فيه الامر بينك وبين واحد فيه عدم معرفة ليه او ليك خليك على نفس النهج بتاعه يلا نمشي على نفس النهج بتاعه يبقى عندي الزمالك مثلا مجموعة من بطولات الدوري العام لو بنفس النهج ده بقى اللي هي المعايير اللي بتتغير والمعايير اللي بتتظبط والمعايير اللي بتتغير مش عارف ايه على حسب الهوى ويقولتو لكم بارح لو قالوا لك الحكام بتجامل القالي لازم تصدقهم باللي شفتوا ده بالحالات اللي احنا شفناها مفيش حكا من بارح ما جبتلوش مجموعة من الحالات مش حالة واحدة مجموعة من الحالات مجموعة كبيرة جدا من الحالات صدفة ممكن صدفة بتتكرر ربا صدفة بتتكررون خيرون من الف معاة لكن مش مشكلة يعني احنا بنتكلم على اللي احنا شايفينه ما بالك ما كناش شايفينه طي المعايير دي كان بتتغير في بطولة الدوري كزا مرة والاهل ما بيتكلمش يعني الاهل ما بيقولش حاجة خلاص مش خط البطولة مبروك عليك خلينا نفكر في بكرة لكن بكرة ده مش هيتفكر فيه في جانب الاخر خالص 78 الاهلي خسر الدوري بهدف اعتباري لازمالك لما الزمالك كان بيلعب المحلة وكان كسبان 1-0 وبعدين حصلت احداث شغب الزمالك تم إلغاء اللقاء والزمالك تم احتسب فيز باللقاء 2-0 والهدف ده كان السبب ان الاهلي يعني يخسر بطولة الدوري بهدف الاعتباري ده والمباراة الختمية كانت ما بين الاهلي والمحلة والزمالك والاسماعيلي الزمالك كسب الاسماعيلي 4-0 والاهلي كسب المحلة 2-0 كان الاهلي لازم يكسب المحلة 5-0 لكن ما حصلش ان الاهلي كسب غير 4 وبالتالي الزمالك كسب المحلة كسب باسف الاسماعيلي 2-0 وبقى بطل للدوري 77-78 بهدف اعتباري مع ان اللقاءات المباشرة في السنة دي كانت لصالح الاهلي الاهلي متعدل 0-0 الدور الاول وكسبان 1-0 بهدف لمصطفى عبدو يعني لو مشينا بقى بالمعايير ده هنقول لها اللقاءات المباشرة طيب 84 برضو موسم اللي خد فيه زمالك 3-8-84 فاول يونيو او 1-6 تحديدا الاتحاد المصري قالك لا هنكمل الموسم من غير اللعبة الدولية اللعبة الدولية تعرفين دايما واله هتعرضوا في دي كمان يعني دايما اللعبة الدولية بتاعة الاهلي اكتر بكتير جدا من اي نادي اخر من اي نادي اخر في ساعات بتوصل للضعف وفي ساعات اساسا ما بتشوفش في الملعب غير لعبة الاهلي او نص لعبة الاهلي في المنتخب موجودة وفي عندها تاني ممكن ما تلاقيش حد خلص موجود في الملعب ولا دي كمان انا غلطان فيها يعني فهتلاقي اللعبة الدولية عند الاهلي اكتر سنة 84 1-6 تحديدا 84 الاتحاد المصري رحوها قرار ان في استعداد لوس انجلوس اللي هي الاولمبياد بتاعة لوس انجلوس 84 فهنكمل المسابقة بدون اللعبة الدولية اللعبة الدولية كان فيها مين كان فيها كابتن محمود الخطيب كابتن طهر عبوزيت كابتن ربع ياسين كابتن مجد عبدالغني مجموعة كبيرة جدا من الاسماء ماكملتش بطولة الدوري اللي كان فضله 8 اسابيع لصالح النادي الاهلي فضله 8 اسابيع وخمسة للزمالك وماكملتش بطولة الدوري بدون الدوليين وخسر الاهلي البطولة رغم انه كان متقدم على الزمالك في النقاط يعني هنا المعايير اتغيرت فقال بالموسم والاهلي ما تكلمش ما قالش حاجة خلص خلاص مش وفقنا يلا الزمالك خاد البطولة مبروك عليه حلال عليه سنة 88 بيقرر نفس الكلام لكن في الاسبوع الاخير تخيلوا في الاسبوع الاخير تخيلوا الاسبوع الاخير يعني في موسم 88 87 88 الاهلي والزمالك مماشيين مع بعض لحد اخر مباراة واخر مباراة تجمع ما بين الاهلي والزمالك وخدوا قرار ساعتها اللعب المباراة او تكملة الدوري وكان فاها بفضل المباراة اساسا واحدة بس من غير الدوليين والاهلي لعب قدام الزمالك من غير الدوليين وخسر الاهلي اتنين واحد فاذا المعايير اتغيرت وبرضو الاهلي ما اتكلمش والاهلي خسر بطولة الدوري وبرضو ما اتكلمش يعني هي الموضوع انا ما عنديش وقت يعني انت عندك وقت البكرة خلاص بتعبارح ده انتهى خلينا نكمل البكرة لكن هتفضل دايما الموضوع ده متعلق كل سنتين ثلاثة كل اربعة كل خمسة وقلتلكم دايما اللي بيفكر في الماضي بيبقى قدام المستقبل يعني مظلم كل ما تفكر في الماضي وان انت عايز تاخد حاجة من الماضي يبقى مش عارف تاخد حاجة البكرة او ما بتفكرش لبكر ارجو اقول لكم اكبر دليل على الكلام اللي بقوله ده اكبر دليل على الكلام اللي بقوله ده لحضراتكم انه هتلاقي مثلا مثلا يعني الاهلي هو بيواجه الزمالك في مرة من المرات يضطرد محمد يوسف في اول اربعة داي السوبر الافريقي اللي كان في جوهانسبرج لو تتذكروا يعني سنة 94 16-1-94 كان يجمع الاهلي مع الزمالك في السوبر الافريقي كان في جوهانسبرج وتم طرد محمد يوسف او كانت محمد يوسف اللي هو المدرب العام دلوقتي للنادي الاهلي والقام بعمال مدير الكرة تم طرده في اول عشر ده تقريبا والاهلي خسر بهدف لا ايمن منصور والاهلي من سحبش قدام الزمالك على حاجة خالص في مرة من المرات قسامة عربي او كابتل قسامة عربي تم طرده في مباراة الاهلي والزمالك والاهلي من سحبش الاهلي بيواجه الزمالك في مباراة تقريبا كانت في يناير تقريبا في يناير 98 تم طرد احمد رجب لعب النادي الاهلي وقتها والاهلي من سحبش تم طرد يعني مجموعة من اللعيبة في لقاءة الاهلي والزمالك يعني مجموعة احمد السيد قبل كده في مباراة انتهت 2-1 والاهل ما انسحبش عادي جدا يعني تقريبا في 2001 او 2002 او 2003 حاجة كده والاهل ما انسحبش ما بينسحبش من البطولات لكن لما تلاقي من المواجهات ما بين الاهل والزمالك وممكن تكون معرض ان انت تخسر وممكن تخسر بطولة زي بطولة الصبر الافريقية لكن الاهل ما بينسحبش لكن لما بتلاقي عبية زمالك مثلا مثلا يعني تحديدا 25 يونيو او 25 ستة سنة 96 ما بين الاهل والزمالك في مباراة كانت شهيرة جدا 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 يعني كان بطلها لو تتذكروا انسحاب ناد الزمالك في الجل اللي كان في الدية 87 أو 88 من عمر اللقاء فهدف ما فيهوش أي حاجة خالص فيش أي حاجة نهائي بصوا نبيل محمود أو كابتن نبيل محمود الكرة هتوصل عند كابتن حسام حسن وهو مغطي برضو يعني الكرة هتوصل عند حسام حسن وهو لسه مغطي والزمالك بينسحب يعني بصوا حدكوا بصوا فين الكرة الرابط توصل لكابتن حسام حسن الرابط توصل لكابتن حسام حسن ده وقال ليت سواحي يعني أو شامح أنا في قاس لو حسام حسن الرابط توصل ده ممكن تكون وصلت بفعل والراجل بيفكر يطلع بيفكر يطلع أوكي اللي حصل إيه ننسحب ننسحب تنسحب ليه لا قدر عبدالعظيم موجه جاي موجه قدر عبدالعظيم ده يعني بطل الحقيقة وكل جمهير النادي الأهلي لازم تحافظ على كابتن قدر عبدالعظيم جدا لازم تحافظ عليه يعني يا ربنا يدي لي طلطة العمر هو عايش مظبوط يعني موجود على قدر الحياة ربنا يدي لي طلطة العمر لأن بعد عشرين سنة أو بعد خمساشر سنة كابتن قدر عبدالعظيم ده هيبقى بطل مشهد هيقول لك واحد يقول لك أنا جمعني لقاء بكابتن قدر عبدالعظيم وقال لي قبل اللقاء بخمس مسلا ساعات قال لي نجات لي تعليمات عليا إن الأهلي لازم يكسب ما هالراجل ساعتها مش هيبقى موجود وسطينة ما انتهى مش هتستشهد غير بالأموات بس طول ما الراجل عايش عمرك ما هتذكر اسمائهم عمرك ما هتذكر اسمائهم لكن كابتن قدر عبدالعظيم ربنا يدي له طلطة العمر يا رب وبرك له في صحياته وولاده يعني فربنا يدي له طلطة العمر لكن أنا متأكد من مشهد زي ده دايما يحصل جدل دايما يحصل لغة دايما يحصل كلام ده عشان تبرر يعني ليه أنا اتغلبت وكأنها السابقة الأولى يعني يعني العملية لكنها مش عادية لا لكنها السابقة الأولى ما فيش غير مبررات 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 لكن ربنا فوق يعني والتاريخ ما بيتنسيش أنا هفكركم بكلام قالوا كابتن نبيل محمود عشان تعرف المشهد كان ماشي ازاي رغم ان الناس كلها راحت على قدر عبدالعظيم وانسحاب وموجه واحنا مش عايزين حكام مصريين وما كنا مش عايزين فلان وهو السبب في هزيمتنا رغم ان السنة دي مثلا الزمالك المتفوق على الأهل ب13 نقطة يعني ما كانش قادر عبدالعظيم هو اللي بيحكم مبررات القروم ما كانش قادر عبدالعظيم هو اللي بيحكم لقاء السويس وما كانش قادر عبدالعظيم هو اللي بيحكم القناة وما كانش قادر عبدالعظيم اللي بيحكم مزارع دينا تقريبا يعني وهو اللي حكم مبررات الأهل والزمالك واللقاء زي ما انتوا شفتوه الهدف قال ايه عن المشهد ده تحديدا عشان تعرف في وقتها التفكير بيبقى ماشي ازاي يعني الموضوع بيبقى اتجاهه عامل ايه وبعد سنين بتكشف الحقيقة او بتكتشف الحقيقة ماشي ازاي انا بقول ده لان انا للاسف المباراة دي كانت 25 ستة سنة 96 يعني انت بتتكلم في حوالي 22 سنة الواحد سايب الناس تتكلم زي مها عايزة لان انت بتخطب يعني عايز تبرر الجمهورك عايز تقول لهم حاجة مثلا عايز تحسسهم ان لأ كان في حاجة خارجية فيه ناس اثرت انت وجمهورك لكن هتيجي عندنا احنا بقى وتبدأ تشكك في بطولات نحنا وتبدأ تشكك في القاب نحنا وتبدأ تشكك في تاريخ نحنا لا يبقى فيه ناس هتبدأ تتكلم هي كمان في الحقيقة لان انت ما ينفعش تطرح كل الطرح اللي هو مغلوط ده اساسا وما لوش اي اساس من الصحة فبعض الاوقات في كتير جدا من الاوقات وفي بعض اخر لو فيه منطق ونقدر نتكلم فيه واستشهدت مبارح ان من الفين ل الفين واربعة كانت زمالك متفوق واحنا ما اتكلمش في حاجة خالص لان انت متفوق على ارض الملعب جاهز يا سمير تعالي اسمع كابتن نبيل محمود اول مرة انا فرحان لحكتين ان انا اول مرة استشهد بحاجة تبقى في صالح النادي الاهل يكون بطالها كابتن متحط شلبي بصال خير يا كابتن متحط اولا استنادي مدير فاني الفريق ايه كابتن لا فاني مفيش واربعة كابتن متحط جاني اكتر من عرض يعني اخيره منتخب السويس بس ما لقيتش المناخ اللي انا اشتغل فيه انا لقيت عربات معينة في شغل فيعني لسه الى الان اه لكن انت ما شاء الله الفتر فديم حقق نتاج جيدة جدا مع اكتر من فريق يعني الحمد لله توفيق دايما كابتن نبيل احنا كنا بنعرض دلوقتي المباراة الشهيرة عام 1996 بين الاهل والزمالك واللي انسح فيها الزمالك في اخر خمس داق بعد جون فيليكس اه وحضرتك اللي كنت مغطي هل انت كنت مغطي ولا كان هو افصايد يا كابتن نبيل لا في الحياة ما كنتش افصايد خالص احنا كمان يعني الناس ما تعافش الاستاذة مشاهدين كان انتحادنا بأمانة ما كانش بسبب اللوفصايد كان بسبب اله كان في شوية لو حداك فاكرة كابتن ميت حد شوية لغت على حكم المباراة قبل مباراة فاحنا لحد وقت المباراة ما كنتش نعرف حكم مين فكان وقتها النادي الاهل يطلب حكم معين يستبعد يعني ونادي الزمالك طلب حكم معين يستبعد ففجئنا في المباراة ان الحكم اللي بزمالك طلبه يستبعد هو الموجود اللي هو كابتن قادري عبدالعزي الحكم بيبقى يعني يتهمهم هم طبعا هو راجل قادي والمفروض انه محدش يعال يعني على قراراته او يعلق على قراراته لكن رجل يقولك ده ده ملكاوي ده اهلاوي وهكذا وحنا عارفين يعني بعض الحكم بيتهم انهم ده ملكاوية واهلاوي احنا بأمانة قدينا مباراة احت ضغط كبير قوي من مجل التداريتنا في المصورة شايفين مشاكل كبيرة وحنا في الملعب مش عارفين ناخد قرار وقبل المباراة وماء الجهاز الفن بتاعنا ما يديرش ياخد قرار فبقى ما انا كان خروجنا من المباراة يعني خلاص هو كان الناد الهدي كان يكفي التعادل ناخد التوري في المباراة دي وطبعا نتيجة كانت واحد صفرة والهدف ده اعتقد كان في الديها يعني اثنين واربعين تلاتة واربعين تطبيبا يعني المباراة كانت انتهت والدوغة كانت انتهت فاحنا يعني كده بالبلدي كده قلنا ايه نضلمها بقى علينا وعن نادي هو ده اللي يعني خلاصة القول يعني خلاصة الموضوع يعني وشاهدة شاهدهم من اهلها يعني الموضوع باختصار شديد اختصار شديد هي دي الهدف انا ما كسبتش ومش عارف اكسب يبقى ايه لانت تفرح بقى ولا تتبسط عاكنن عليك بقى اجيبها في حكم اجيبها في ملعب اجيبها في تسلل اجيبها في حكام اجيبها في اعلام اجيبها في احد المهم ان انت بتفرحش وخلاص مش مشكلة على فكرة ما كانش بتدايقنا دي لان احنا بنعرف ان نفرح كويس يعني بننزل استاد استاد التش ونهيس ونضحك وما فيش مشكلة خالص في ده لكن يعني تبدأ بقى العملية تشكيك واروح المحكمة الدولية الرياضية واروح معرفش مين اه ما فيش مشكلة انت تروح المحكمة الرياضية دولية بين غير استئزان اساسا يعني العملية الضيف دائم ما فيش مشكلة خالص في ده لكن مجيش عندنا بقى يعني العملية باختصار شديد جدا زي ما قلتلكم وهفضل استشهد بدا يعني طالما فيه احترام متبادل للبطولات والارقام والانجازات والف مبروك وهيل وربنا يوفقك ونتنافس بشكل كويس جدا وانت لك مساحتك في التعبير عن رأيك ووجهة نظرك وطرحك اهلا وسهلا فيش مشكلة خالص يبقى بالعكس كمان ده فيه حاجات بتبقى كومدية يعني حاجة حلوة يعني تتقل بشكل لطيف بشكل ظريف في كومنت حلو في تعليق جميل في ربط ما بين حاجات درامية أو فنية ولا حاجة برضو حلو لكن تجريح وإهانات يعني وتشكيك لا مين هيسيبك يعمل كده يعني مين هيسيبك تعمل كده مين هيسيبك يعني تمحي تاريخ باسم ومكانة النادي الأهلي مثلا يعني أو ألقاب حقاها النادي الأهلي بشكل كبير جدا طب هارجع للكو برضو لنفس المشهد ده سنة بقى تسعة وتسعين يعني تسعة أربعة تسعة وتسعين تسعة أربعة سنة تسعة وتسعين حكم فرنساوي ما فيش أي حاجة خالص غير إن هو طبق القانون اللي موجود في أوروبا وفي كل الدول العظمى والدول المتقدمة كل القانون أو كل الدول كانت بتطبق القانون ده عشان بان باستن لو تتذكروا اللعيب الهولندي الشهير جدا والكبير جدا جدا كانت عرض لإصابة من تاكلينج من الخلف قدت إن هو تبطل قورة فعشان كان الاتحاد الدولي مراعاة للموضوع ده والتاكلينج اللي عملا تتعامل من وراء واللي ممكن تبطل لعيبة قورة أو تكسر رجلين أو تخلي تعملك عها مستديمة خد قرر إن التاكلينج من وراء يبقى طرد مباشر على طول طرد مباشر على طول الراجل ما يعرفش لا بيض ولا أحمر ما يعرفش إيه المشكلة ومين اللي هيتسبب في حاجة زي كده هتردو إذا كان في الأهل أو في الزمالك سنة تسعة وتسعين تسعة أربعة تسعة وتسعين في مباراة كانت شهيرة جدا 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 ما بين الأهل والزمالك والأهل كان متفوق على الزمالك وقتها بحوالي 14 نقطة المباراة ملهاش أي أي فايدة في النقاط لها فايدة طبعا جماهيرية ولها فايدة تاريخية ولها فايدة عربية من خلال المتعة والفرجة والمشاهدة وكل حاجة لكن في النقاط ما لهاش أي ما لهاش أي أهمية خالص ومع ذلك يقول لك ده الحكم جاي مخصص عشان يطرد لعب من الزمالك ده الفرق بيني وبينك 14 نقطة يعني انت بتقول الكلام ده المين يعني عايز تبرر الكلام ده المين طبعا أنا عارض لكم الجدول بالاستشهاد يعني عشان الكلام اللي بتقال انسحاب الزمالك قدام الأهلي سنة 96 وانسحاب الزمالك سنة 99 قدام النادي الأهلي كان بهدف تحكيمي موجه بشكل كبير جدا مع أن الفرق مش محتاجه أصلا للأهلي قبل مباراة 99 كان واخد البطولة أصلا رسمي فاهمي نظمي الأهلي واخد البطولة كان للأهلي مباراة الزمالك ثم مباراة مباراة الإسماعيل اللي لم تخلن الزكرة فاضل للأهلي أو دي كانت الختمية مش فاكر بالضبط المباراة منتهي يعني هعرض لكم يعني ترتيب الفرقتين ترتيب الفرقتين يا سمير سنة 95 هو بدأها ب99 سمير أوكي الأهلي كان 26 نقط 26 مباراة لعيبها فاز في 21 وتعادل 5 وما تهزمش خالص ما تهزمش نهائي أوكي ما تهزمش خالص الزمالك لعب 26 فاز في 16 وتعادل في 5 ودغلب 5 الأهداف للأهلي 46 الهداف للزمالك 39 أهداف على الأهلي 8 أهداف على الزمالك 17 فارق الأهداف 38 مقابل 22 للزمالك النقاط 68 و53 للزمالك يعني الأهلي بعد كده اتعادل مع الشرقية أنا افتقرت الأهلي اتعادل مع الشرقية أنا افتقرت والزمالك تقريبا خسر من القناة تقريبا خسر من القناة الأهلي اتعادل مع الشرقية في الشرقية 0-0 ايوه مظبوط انا لعبت كمان الماتش ده والزمالك اتغلب من القناة لو شلنا الاربع نقاط ما قبل مباراة الانسحاب اللي هي تسعة اربعة ده تسعة اربعة يبقى الاهلي كان عنده 64 والزمالك ما خدش نقطة مع الاهلي ولا نقطة مع القناة يبقى فضل عندي 53 64 من 53 يعني فرق 11 نقطة تعالي يا سمير تعالي يا عام الحج اذا قبل مباراة 99 اللي هو تم فيها طرد كابتن ايمن عبدالعزيز في اول اربعة دقائق كان الفرق ما بين الاهلي والزمالك 11 نقطة وفضل المبارايتين ما لهمش اي 30 اهمية في الموضوع الاهلي واخد البطولة ايه اللي يخلي بقى ايه اللي يخلي يعني الموضوع يروح ان الحكم ده موجه انت عايز تطلع من اللقاء فعايز تقول لجمهورك ان ده المبرر الاهم واننا في مؤامرة كونية عظيم المؤامرة داية يعني في تفكيرك انا ماليش علاقة بيها ولا لها شأن بالنسبة لي اطلاقا يعني لكن هبدأ هنبدأ تتكلم او هتبدأ تطلع اللي في قلبك طول ما انت بتذكر الاهلي بقى الاهلي في الموضوع الاهلي في القرن الاهلي في الفراقية الاهلي في الدوري الاهلي مش عارف فين الاهلي فين الاهلي فين الاهلي فين لا هنا هتبدأ انت تتكلم لكن حضرتك ما بينك وما بين نفسك او ما بينك وما بين اللي حواليك انا ما يشغلنش الامر خالص احنا بنبنى تتكلم يعني برحتك تنسحب 96 تنسحب 99 تنسحب 2000 من المقصة تنسحب مش عارف مقصة مرة تانية ما عنديش أزمة فيها دي ما تخصنيش أبدا لا مش بتاعتي خالص لكن هرجع يعني مبادرة 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 لكلام يعني بلاش تشكيك في نادي آخر له بطولاته له بطولاته وإنجازاته ومكانته الإفريقية والعالمية تمام؟ وأنا كمان بقدر وبحترم يعني نادي كبير جدا في مكانته وجماهيرة نادي الزمالك طالما العلاقة كده فيش أي حد يغلط في حاجة بقى خلاص الموضوع مية مية تمام التمام عشر على عشر كده يبقى عداك الغلط أو عداك اللعيب وأزح مفيش مشكلة لكن هنبدأ نتكلم بقى أصل واحد أصل سنة 94 أصل التشكيك أصل مش عارف فهيم عمر أصل محمد توفي أصل محمد مش عارف أصل قدر عبد العظيم أصل 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 هنبدأ نتكلم في حاجات ملهاش أي 30 لازمة بالعكس ده كل ما كانت الأنظمة الحديثة موجودة الأهلي فرصته في الحتفاظ بالألقاب كبيرة جدا 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 طبعما الأنظمة الحديثة موجودة ولو الفار موجود تحديدا يعني الزمالك ما كانش خاد بطل كاس السلفات كورد كاسونجو هي فاول صحيح فإذا الأهلي أقل الناس يعني تأثيرا أو استفادة أو أخطاء تحكيم والدليل يعني السنة دي طيب هاخد مكالمة عشان ده يتقتل بقى مش هفتحه تاني يعني في الفترة اللي جاية إلا إذا اضطررنا ببرضو نفس النهج ده ونفس الطريقة معايا ومعاكو كابتن شطة واحد من نجوم النادي الأهلي وعضو لجنة فنية بالاتحاد الأفريقي واحد من الناس العصرة واللي عنده أرقام وعنده ورق أتمنى في يوم الأيام أنه هو يستعين بيه بإذن الله كابتن شطة مساء الفل سيد مساء الخير يا كابتن سيد إزاي حضرتك إزاي حضرتك أنت كله تمام والله يخليك والله الحمد لله كابتن في النهاية كانت تتكلم على موضوع القرن ده إن سيد كله عملية كده كله فترة كده بتحت الهوجة كده نادي القرن نادي القرن ونحن عندنا أوراق ومستندات وعندنا يعني كل حاجة بتورد إنه نادي القرن هو النادي الأهلي من خلال اجتماعات تمت من خلال معايير محطوطة من خلال نقاط من خلال حاجات كثيرة جدا وبأزمينة أديمة وحاجات أديمة مبتوة يعني ما فيش حد حي يغير فيه دلوقتي عشان إيه لفابريك ولا يعمل أي حاجة كلما الأمور تناموا أنا ليس شي أعرف اللي قرر نادي القرن هو الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأفريقي هو الجهة الوحيدة اللي كل ده نادي القرن أو نادي القرن والمعايير اللي اتحطت في التسعينات 94 وغيرها اتحطت من شنوات طويلة جدا وهم يعني ما فيش حد يعترض إلا بعد ما طلنا نادي القرن بأعشرات السنين لابن يعزلنا عربي المعايير اللي محطوطة ده نقاط أول وثاني وثالث ورابع خمس نقاط وأربع نقاط وثلاث نقاط وبعدين كل ما تحصل الحاجات تستجد بتضغف النقاط فيه وبعدين كده بتجمع هذه النقاط هذا الأمر لا يحسن بعدد البطولات يا كابتن سيد يحسن بعدد النقاط لوهم بعدين يحسبوا بطولات حد أفريقي ما حطش بطولات حد أفريقي حتى نقاط معايير وعدين اللي عايز حاجة بقى يروح يشتك سيد أنا جراتي عايز حاجة ما ديش أطلع بالجرائد كل يومين ثلاثة أطلع بالإزاعة بالتلفزيون قدم شكوه رسمية نحن عندنا اعتراض كده أنا بس أعقب على كلام حضرتك هي معمولا معايير دي كابتن شطة زي الدوري زي بطولة الدوري مثلا يعني أنا في موسم 2016 2017 دجلة مثلا يعني أنا ما كسبتش دجلة خلص دجلة كسبني 1-0 في برج العرب وتعادل معايا الدور الأول 0-0 تمام كده دجلة بطل الدوري يعني عشان كسمني كده عندك لبطر الدوري كلام ومسقوط كلام ومسقوط كلام ومسقوط فاضل كامل كابتن عشان كده يا كتسيد بقول لك أنا طبعا أنا عشت بالتعادة في رغي 16 سنة يعني وعشت مع هذا الموضوع من خلال إن أنا طلعت كل الوثائق القديمة من كتعينات وكل العداد اللي كان بكتب وكل المعايير المحطوطة وجلسات مجلس الإدارة والحاجات يعشان مرضي لما نجي رد رد من مواقع مستندات رسمية فالموضوع ده وياريت زي ما أنت قلت كده ياريت نحن نقفله واللي عايش حاجة بقى يدور عليها هو نحن خلاص اتبقنا ومصطفى فهمي حقيقة يعني لما حتى المعايير دي ما كانش يفصله إلا لو كان فصلها كانت بقى سهلة جدا إنك تفصلها بطرق أخرى لكن النادي الأهلي امتنع عن اللعب أو تم ينقابه خمس سنين أه تقريبا يا كتسيد أنا كنت موجود وقتها مدرر مع ألن هارس هذا سنة 96 سنة 96 إذا مالك خد البطولة يعني على age 96 كانت مع من مع شتنج ستارز بدربات الجزاء شتنج ستارز قتوقه تقريبا 93 كتوكو أو شتنج ستارز و96 شتنج ستارز أو كتوكتو تقريبا شتنج ستارز أيضا تقريبا شتنج ستارز خدها لأن الأهلي مشتركش أصلا يعني الأهلي كان سعياتها منساحب لكن اللي كان لقى حقية أنه يشترك وكان سعياتها يا بطل الدوري، يا تشترك في دوري الكؤوس، أو يخيروك لو أنت حامل اللقب، تشترك هنا ولا تشترك هنا؟ تمام؟ ما كانش فرقتين يعني، فإذا أنت دخلت عشان أنا انسحبت، يعني ف... طبعاً، هذه معروفة أنه لا، ما كناش انسحبنا، ما كانش يدخل وخضر بطولة دي، طبعاً هو لازم يعرفوها كوي. صحية، صحية. أنا أعرفش يا خايدانا، يا طب سيد، أتمنى أنه منفصل في نقاشات، لأنه مش هنوصل لحاجة، فأتمنى أنه نحن نحتم هذا الموضوع، واللي عندي حاجة يدور عليها من خلال أي خانوات شرعية بدل ما نعود نتكلم في التلفزيون ونجيب ناس يقولوا حسن عمدي والخطيب، بنوا أصر اللي يعيش حياته في يووندي، حياته أساساً من جاروة، وفي يووندي طبعاً ما عندوش أصر، وعندو بيت الدهول الاتحاد الكاميروني، وعندو مش حيراهبني أصرف في يووندي عشان نادي الأهلي بقى نادي القارنة وكلام ده من الاجتماعي. وإنت أصرك فيه في المريطية؟ ناصري في السودان يا قصير، يا سيد الموضوع ده يعني قتل أباحساً، ولا تشغل بالك، أنت هتلاقي بعد سنتين تلاتة بيتفتح من جديد، وخلي بالك. نادي الأهلي، نادي القارنة، سواء رضوا أم لم يرضوا. شكراً جزيلاً لحضرتك، عضو اللجنة الفانية بالاتحاد الأفريقي، شكراً جزيلاً لحضرتك. زي ما قلتلكم عشان نقفل الموضوع ده، إلا لو اضطررنا أن احنا نتكلم فيه بنفس النهج ده ونفس المنطق، اللي هو ملوش علاقة أساساً لا بالواقع ولا بالحقيقة، له علاقة بس بالمنطقة الجدلية، وتمني شيء كنت أنت تتمنيه لكن للأسف ما تقدرش عليه، فالأمر بالنسبة لنا يعني محسوم خالص يعني. وزي ما قلت لحضراتكم مراراً وتكراراً يعني خلي العلاقة التبادلية الاحترامية هي السيدة، ولو كانت من الجماهير عادي جداً بشكل لطيف أو حتى فيها نوع من الإفهات الظريفة اللطيفة أو ربطها حتى بالحاجات الضرامية والله جميلة جداً لكن فيها أهانات أو تجاوزات أو تعدي على الآخر أعتقد أن ده مش صحة خالص ومش أوصل غير لحاجة مش ظريفة إطلاقاً. لا هي يعني قوة ولا هي ضربة يعني كلام على الفاضي، ده ما بيجيبش بطلات ولا بيجيب أي إنجازات. هطلع فاصل وبعدين هاخد جزء خاص بالإعراض وبعدين هكمل كلامنا مع كابتن حمد الصدي وكابتن أحمد بلال وكابتن أسامة حسن. أهلاً بيكم الجديد وهنتكلم في موضوع صغير كده مش هناخد فيه وقت طويل عشان نستابل ضيوفنا كابتن حمد وكابتن أسامة حسن. موضوع الإعراض، موضوع الإعراض اللي هو مرتبط بمن يلعب ضد فرقيته القديمة أو ما لعبش ضد فرقيته القديمة ولو لعيب معار مثلاً من حقه يلعب ولا مش من حقه يلعب. عايز تلعبه برحتك مش عايز تلعبه برحتك. لكن ما حدش يقول ما تتكلموش في الموضوع ده ما تتكلموش في الموضوع ده لأن أنت متضرر فيه أنت واحد في المنظومة أو واحد في الجدول أو واحد في الدوري. مش ممكن أبداً فرقة تبع عندها 16 لعيب محترف أو لعيب معار أو 20 لعيب معار متوزعين على أندية كبيرة بحجم الإسماعيلي أو المصر المقصة أو الاتحاد أو مثلاً سموحة أو المصري أو أندية من الأندية اللي هي كبيرة يعني قوتها بتبقى كبيرة جداً. وتلعب ضد المنافس بتاعك وما تلعبش ضدك أنت فبالتالي أنت واحد من العنصر من اللعبة المتضرر من قرار زي ده. فالقرار ده فردي. هل هو قانوني ولا مش قانوني؟ لا مش قانوني خالص. واللي بيستشهد للمرة المليون بالاتحاد الإنجليزي للاتحاد الجليزي عمله لكل الأندية. لكل الأندية ما فيش نادي معين بيفرض عليه حاجة ونادي تاني بيفرض عليه حاجة أخرى. ثانياً هو الموضوع مش مرتبط بلاعب بس أو اتنين بس أو تلاتة بس. أنت بتتكلم في حوالي 16-20 لعيب. 16-20 لعيب. أنت بتتعاقد مع 70 مع 90 مع 100 يعني في خلال الثلاث سنين. يعني فبتوزعهم على الأندية. فبتضعف من الأندية وهي بتلعبك. بتضعف من الأندية وهي بتلعبك. وبتقوّل الأندية وهي بتلعب المنافس بتاعك. أنا أنهي منطقي يقول كده. أنا عقلي يقول كده. أنا يعني عدالة تقول كده. تقول إن أنت بتقوّل فرق التانية عشان تلعب قدام المنافس بتاعك. وفي حين إن أنت بتضعف الفرق وهي بتلعبك. أنا عقلي يقول ده. يعني لو الموضوع ده حتى لو فيه اتفاق. لكن بيمنعك من الفير بليه. أو العدالة اللي موجودة في الملعب. ما فيش كده. ما فيش كده أبداً. ثانياً وسالثاً ورابعاً وعشراً يعني. ما حدش يقدر يجي عليك بأي حاجة. خالص. خالص نهائي. لو لعبت وخدت القرار إنه يلعب ما حدش يقدر يقولك على حاجة إطلاقاً. لعبه ويعامه لو حصرت حاجة على لي. قول لي. فيش مشكلة. إطلاقاً. لأن الاتحاد المصري هيقدر ياخد القرار أبداً. مستحيل. ولا الاتحاد الدولي هيقولك زي ما قولت المرة اللي فاتت والمرة المليون. هيقولك الكلام ده خاص بيك. وانتو ما فيش مشكلة خالص. تلعب ما يلعبش براحتك على آخر. ولو جات لك غرامة يا سيد الاتحاد المصري يدفعها. ما هو بيعمل كده في الوقت الأخير. أو في الأوان الأخيرة. لما بيحصل حاجة. ما لوش علاقة خالص بها الاتحاد المصري. ولها علاقة بنادي بس. بيتفعله الغرامة. لكن في حين أن ديها تانية ممكن يبقى عندها نفس المشكلة. أو بتتعرض لنفس الأزمات ما بيتفعلهاش. فلو حصلت لك هيعتبرك النادي ده ويدفعها لك الغرام. مع أن أنا بقولك ما فيش غرامات. مستحيل يبقى فيه غرامات. يعني إن الاتحاد الإنجليزي هو مؤسس كرة القدم صحية. والكرة يعني الإنجليز هم اللي عملوها صحيح. لكن هم منفردين بالموضوع ده. زي في بعض الأوقات. معرفش القانون ده عندهم سائد للوقت أو سائر لحد الوقت أو اتوقف ممكن يكون سائر. لكن من 4-5 سنين كان الاتحاد الإنجليزي من شهر 2 لحد شهر 5 بيعمل انتقال داخلي. بيعمل انتقال داخلي. يعني ممكن تتم عرض لعب مثلا في شهر فبراير يروح نادي تاني من غير مقابل مالي. والنادي الاستعار اللعب ده يدفع له فلوسه بس الأسبوعي أو المرتب الأسبوعي. كان بيعملها كده الاتحاد الإنجليزي. هل ده موجود لحد الوقت؟ ولا مش موجود. لكن ما يقدرش الاتحاد الإنجليزي يعمل لعيب معار من شهر فبراير خارجي أجنبي. فهتطلب حاجة اسمها TMS فهتخش على TMS هتلاقي مقفول فمش هيسمح بيه أصلا. لكن في النظام الداخلي بيسمح بيه هو حر خاصه على كل الأندية. فعايز أقول وبصوت عالي جدا 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 ما تخافش من أي حاجة. عايز سلعف ولان لعبه. عايز تضحي بقى حضرتك فلوسك كتيرة. وبتجيب لعيب مثلا بتلاتة أربعة مليون جنيه في السنة إعارة أو اتنين مليون جنيه أو تلاتة مليون جنيه. وما يلعبش بطلطين أو ما يلعبش بمبارياتين مهمين جدا والمباراة المهمة والحاسمة والجماهيرية وفلوسك كتيرة ومضحي بالكلام ده برحتك بقى. انت حر. لكن أصلا في بداية الموضوع انت بتحل للنادي ده مشكلة كبيرة جدا لأنه عنده كمية كبيرة جدا من اللعيبة. تخيلوا لو فيه نادي مثلا ما تمش عارة 17-18 لعيب عنده. 17-18 بجد يعني بيعير 17-18 عشرين لعيب. مهم دول هيبقى مطالب أنه هو يدفع لهم مرتباتهم الشهرية. وهو مش هيلتزم بالموضوعات المرتبات الشهرية دي بدليل أن فيه لعيبة مع بضيش الشهرين ثلاثة بنص القانون واللوايح بتسمح لهم أنها يروحوا ببلاش. وكان أسامة إبراهيم لو تتذكره كان ماشي كده ببلاش. معرفش أسامة إبراهيم دلوقتي بلعب فين في سموحة تقريبا ولا حاجة؟ في سموحة آه. فإذاً انت بتحل له مشكلة. مش ممكن تحل مشكلة وتصدر لنفسك مشكلة. يعني أنت مش ممكن تحل لطرف مشكلة وتتصدر لنفسك أنت مشكلة. سنينة أنت عندك جماهير برضو. يعني خادت على لعيبة معينة مميزة نتائج بتتحسب عليها. فمطالب جدا أن أنت تلعب بكل قوتك في كل المباراة على فكرة. إحنا في النادي الأهلي مثلا ممكن نكون عملنا الموضوع ده مع أحمد عبد الزاهر. لكن مع جون أنطوي وأحمد الشيخ لعبوا معانا لحد آخر نفسوا. وإحنا مصر مقصبت نفسنا الموسم اللي قبل اللي فات. وكانوا من هدفين الدوري وجابوا جوان فينا كمان. ومحدش طلع لقال لهم أنت أحمد الشيخ يقول لهم كنت مش عارف إيه. وإنت يا جون أنطوي مش هدخلك الجزيرة. مش هتعتب عند التحرير. آخرك متر والتحرير. لا محدش قال كده. إلعب يا سيدي ما فيش أي مشكلة. أنت بتروح أصلا عشان تكتسب حساسية المباريات. أنا بقول لحضراتكم الموضوع ده مش قانوني خالص. على الناس يعني عايز ما تلعبوش براحتك برضو. دي براحتك لكن أنا بأكلمك على الصح. وكل واحد بعد كده. كل واحد بعد كده هيتم عارطه أو هيستعير لعب ما يحطش البند ده أبدا. ما يحطش البند ده ما لعبش أصادي ده. ده مش قانوني. وإنت مش بتدفع فلوس عشان تتحارب من لعب مرتين ثلاثة. لنا للكلام باقية وللحديث باقية بس في وقت تاني عشان الموضوع ده مهم جدا. أطلع فصل واستابل ديو في بقى كابتن حمادة وكابتن بلال وكابتن أسامة حسني. نتكلم على الأهل وصفره ونتكلم كمان على مباراة النهاردة الاتحاد وبيت روجت. اشتركوا في القناة أحداث الفنية سواء كان في الدوري أو إفريقيا وصفر نادي الأهلي بكرة إن شاء الله. لكن أرحب بضيوفي كابتن حمادة مسأل فولد. مسأل فولد يا كابتن سيد. ازايك. حمد الله على سلامتك. الله يسلمي كامل كبير. توحشنا والله. حبيب يا كابتن. داخل الكبير. إيه اللي أخبار عدل واحدك أنت هنا. أه بشكورك والله. اه مهمك. معانا على الجانب الآخر كابتن وسام الحسن مسأل فولد. إيه اللي أخبار عدل على السيادة. كل تمام؟ ميا بيا. شغل عالي قوي في الأشباب. بنتعلم منك طبعا. هاي. لا ما تنطماشي قوي كده مثل الدرجال يعني. يش يقولك شغل عالي عليه في الجانبك يعني. لكن ما تبليغش يعني. كابتن بالقلم سأل فولد. سأل فولد لك كابتن سايد. أخبارك أيه. الحمد لله على السلام. كل تمام؟ الله يسلمي. رحنا الموفقها. آه الحمد لله على كل شيء. الحمد لله على الرمضة. طيب كنا طرحنا سؤال كده على صحياتنا على الفيسبوك. من الجول أو صاحب الهدف اللي معلق معك في النصف النهائي؟ الناس بعتنها كتير جدا على النهائي. احنا عايزين نصف النهائي. يعني دائما الناس بتفتكر المبارات النهائية المبارات الختمية اللي بيترفع بعدها كاس. لكن النصف النهائي ده بيبقى مهم جدا نوصلك لنهائي. فالناس بعتلنا كتير جدا لكن أتمنى بقى اللي يبعت تاني يختصر الموضوع على نص النهائي بس فهقرأ شوية حاجات كده عبدالله محمود بيقول أبو تريكا في موضوع الصفاكسي عبدالله زي ما قلت لك أنا عايز نص النهائي أبو تريكا كان في مبارات الصفاكسي ده كانت الختمية اللي احنا رفعنا فيها الكاس وخدنا كمان تالت عالم بتاعت أبو تريكا طبعا هدف ما يتنسيش أبدا للموهوب طبعا أبو تريكا لكن في نهاية احنا عايزين نص النهائي بس ميشو بيقول هدف ربيع أيوة ميشو كده استوعب معنا الموضوع بيقول هدف ربيع السادس في مبارات النجم الساحلي ستة اتنين المبارات اللي كانت السنة فات في دور قبل النهائي لدور الأبطال لدور الأبطال إبراهيم عاصي أحب أقول جماهير الوفاء هنفضل أشقاء طبعا مهما كانت النتيجة هدف أبو تريكا وهدف كسيد في التراجي لا احنا عايزين نص النهائي بس سلمان محمود بيجمعهم بأبو تريكا وعماد متعب وسيد وشهاب احنا عايزين نص النهائي يا جماعة طارق فارس بيقول تريكا في النهائي لا يا جماعة احنا عايزين نص النهائي يا جماعة نص النهائي يا جماعة أبو عمر المسعودي مساء الخير يا كابتن سيد هدفك في التراجي وهدف أبو تريكا لا خلينا نص النهائي اكرامي أبو شهاب أبو تريكا برضو الناس والله رايح الناس مش فاكرة يا كابتن الموضوع مش فاكرة ليه؟ كله اللي بيعلق في زهنك النهائي البصمة التي عبو تريكا مثلا في المكشف اعمل السؤال عشان هدف سالة وحفيز انت تجيب الهدف ويختاروا اني هدف منها نور سالة وحفيز سالة وحفيز لا 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 في متى عبو حفيز وفي براكات في زملك 2005 وفي سالة وحفيز وفي سالة وحفيز وفي سالة وحفيز وفي ستة اهداف السنة الفاتت في مباراة النجم الساحلي والد اظهره ثلاث اهداف ابراهيم حلمي برضو ابراهيم حلمي بيقول هدف تريك لا خلينا نمشي مع بعض كده طيب محمد زاكي بيقول مساء الخركة بتسايد سعيد جدا بمتابعة حضرتك ربنا يخليك وقناة الاهلي احلى قناة الله يكريمك يا رب انا مشاجع اهلا وعشق للفاني الحمر والله يخليك يا محمد درث سليمان برضو بيقول رايح في نفس السكة هدف ابو تريكا كله رايح في نفس السكة هدف ابو تريكا احنا عايزين قبل النهائى الدور قبل النهائى محمد بيقول هدف كايت السيد الله يخليك هدف عماد متعب ده مصطفى هدف عماد متعب في الزمالك ابو هجر بيقول هدف ابو تريكا وهدف في لا Pokemon 2008 عمر الشفعي يعني هدف متعب في سيوا سبورت هدفك كابتا سايدنا خارج المنطقة ده محمد رقفط طيب محمد رقفط مرة تانية قلناها خلاص علاء علام هاتريك ازارو صح كده من تاني بقى هناخد الناس اللي هي رايحة في الاتجاه ده علاء بيقول هدفك يا ربنا يخليك اوكي اوكي نمشي بقى كده واحدة واحدة احداف النادي القرن كلها طبعا رسال كتير جدا طيب كلها رايحة في اتجاه اوتريكا واعماد متعب لا احنا عايزين نص نهائي دوري الابطال عايزين نص نهائي دوري الابطال فالحلو ان شاء رحمن ابو تريكا واعماد متعب في الصفاك سيوسيا سبورت بس هنخليها ان شاء رحمن في النهائي بازننا كابتا نحمده عايز تقول حاجة على في الاحداث اللي احنا بنعيشها في الوقت الحالي ولا نتكلف الامور الفنية على طول لو عندك حاجة يعني يعني لو في حاجة عندك نزل صغير لا اللي انت عايزه احنا نعلق عليه ما اش عارف يعني طيب موضوع يعني طبعا احنا بنتكلف ممكن ناخدها بشوية البزار شوية ممكن ننفعل شوية ممكن تاخدنا العصبية شوية لكن في النهاية يعني انت شايف ليه الامر ده بيتطرح كل سنتين تلاتة من وجهة نظر كان اولت وجهة نظر لك انا اسمه او من النظر الموضوع بتاع القرن يعني ممكن بتابعك انا واسمه بنتكتكلم على ومدخلة الكابتن شطا ممكن هو حسم كتير الكابتن شطا في الامور دي واسمه قال لي طب لو في حاجة يعني يرجعوا للتحكم الدولي ولا حاجة في حساباته الموقت ومين بكل مرة بيطلع الكلام دوت وإيه اللي غرض منه يعني انا سمعت السادس علي السيس تقريب ان هو اثار القضية ديت في برنامج مع السادس عبد الناصر ما عرفش وجاب مستند فيه حساب جايب وهو الفيفا هو اللي عملها ما تخشف الفيفا هو اللي يقدر يحسن الحزبة دي حد افريقي هو حسابها بشكل جيد حسابها بالنقاط اللي شوف كتواضح على الشاشة بشكل جيد في حسابات هي مش يعني ماينفعش تاخد حد الحزبة معروفة وكتواضحة جدا للناس كلها النقط البطل الأبطال بياخد نقط أعلى تقريبا خمس نقط تقريبا صبر نقطة لكن هي مش بجب عدد البطولات هي عدد البطولة نفسها قيمة البطولة نفسها وعدد النقط اللي انت واخدها وكمان بتحسن برضو البطولة المحلية انت واخد كان بطولة يعني عد كاس ودوري والمحل كمان ليه دور كبير في حساب النقط طبعا اكيدا طيب كنتو اسام عايز تقول حاجة في الموضوع دا دايما البطل يا كمت سيد الناس دايما متشكك في قدرواته البطل دايما هو يعني ملتفت لنفسه دايما بحسن من نفسه دايما عايز يعمل تاريخ لنفسه فاللي ما بقدرش يوصل للبطل دايما بحاول يعني يوقع في البطل الموضوع دا كان سنة 94 ما كانش الاهلي لسه يعني ما عندوش النوقت ان احنا نقول الاهلي هو نادي القرن او الزمالك نادي القرن كان كل نادي وقتها عنده فرصة ست سنين ممكن يشتغل كان الزمالك على ما اعتقدت المسمات كان في المركز الخامس والاهلي ما كانش ممكن متصدق لكن البطلات لأهلي حسامها هو اللي خلته دايما يعني يبقى نادي القرن في الوقت ده لكن دايما الاهلي لما حتى ما بيكسب الزمالك في مبارات يعني السنة اللي فاتت لأهلي كسب الزمالك في الدوري التاني في الدوري كانت النتيجة 3-1 على ما اعتقد السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت 3-0 3-0 كان مع كابتين هاب جلال بالرغم للأهلي كسبان طلع برضو الناس في الجماهير الزمالك والمسؤولين في الزمالك قال لك الزمالك كان افضل بالاستحواز يعني فدايما بتشكك في قدرات البطل دايما انت لك طريق دايما البطل ليه طريق ما مش هيفضل يلتفت لحاجات تانية انت لك هدف ودايما عايز تعمل تاريخ لو احنا النهاردة بنتكلم خلاص الناد الأهلي حسم الموضوع طبعا زمالكات حانا بقول لو حد عنده حق بيرجع للتحكيم لكن الناد الأهلي ببص للقرن اللي جاي كمان انت النهاردة في 2018 ما شاء الله النقط عندك لو انت قفلت الناد الأهلي لمدة 82 سنة اللي جايين هتاخد لقى بالقرن برضو فالموضوع هتمحصوم خلاص عشان هتبقى خلاص يعني طبعا الأجيال اللي جاي بس ده مهم جدا ان التاريخ دايما يبقى موسط عشان محد يعني ساعات التاريخ كده الناس بتلعب في التاريخ فعايزة تحرف التاريخ أو عايزة تشوي التاريخ أو عايزة تخلي الأجيال اللي جاية تنسى التاريخ الأديم فداي من التاريخ يبقى موسط من خلال البرامج من خلال السوشال ميديا من خلال كل الحاجات داي ده مهم جدا يعني صحيح بلال بص انا عايز بس اقول حاجة ممكن من امتى الاتحادات الاتحاد الدولي والاتحادات القرية بتمشى بالعشوائية بمعنى انت النهاردة انت بتشكك في الاتحاد الدولي عم نسمى بتشكك في الاتحاد الافريقي أنت عندك روز بتمشى عليها عندك لواحة بتشتغل عليها التقييم بالنسبة لك مش تقييمها عشوائية ليس تقييمها عشوائية لا بتجيش تقول أنا بحب النادي الاهلي في النهاردة النادي الاهلي كابتن هو نادي القرن في النهاردة عندك تل возмож dark points بتضعها هناك الفيديو الرجال ليكون حاليا في فعليك نقاط عندك تضعها في قواعد بيادبني عليها من هو نادي القرن أنت مش أنت الوحيد ما هو الوحيد البطل للقرن في الاوروبي وفي الأسيوي وفي بطل القرن في اللتيني你是 أمريكا اللتينية في كل قارة في بطل القرن بتاعها فالنهاردة اللوايح اعتقد انها اللوايح واحدة ولوايح سابتة مش متغيرة من من افريقيا للأسيا لأوروبا لأمريكا اللاتينية فالنهاردة تشغل على مستوى واحد في كل على مستوى القاري مستوى واحد بس تتكلم بلغة واحدة بس تتكلم بأرقام واحدة بس وده الطبيعي فالنهاردة ما فعش تيجي تقول انا بشكك في الاتحاد الافريقي اصلا النهاردة كان جاي مع النادي الاهل شوية عشان هو بيحب النادي اللي فيه مصطحة. كلام ده مش موجود لان الحاجات دي زي ما قال اسامة وكابتن حمادة وزي ما قالت اسايد ان الحاجات دي بتحصل مرة واحدة كل مئة سنة فطبيعي جدا الرقم الارقام اللي هتتبني عليها تمام مين هو بطل القرن فطبيعي جدا هي موحدة على المستوى العالم كله مش هينفعت النهاردة في الاتحاد الافريقي هو بيحط معايير مختلفة شوية عن الاتحاد الاسيوي وبالتالي عن الاتحاد الاوروبي والامرة بقى متلخبطة اكيد هي معايير واحدة بس لان الكلام ده بيحصلش زي ما قالتنا غير كل مئة سنة مرة بتختار من هو بطل القرن بالنسبة لك فالاهلي طبعا هو الحق من وجهة ناظر يعني ومن وجهة ناظر الجميع خلي بالكو جمان اللي جاي اللي جاي محسوب من دلوقتي بالنقاط المعايير محسوطة دلوقتي هتيجي في اخر سنة 28 هايقول لك 28 هايقول لك جيف فيه اصرد فيه اصرد دنة كده اللحمة يا نار اصرد 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 على الوقت نحن نخذ الموضوع ده من باب الفكاهة طبعا والهزار لكنه ما روش اي اساس من اي اتجاه في الاهمية خلص اكبر دليل يعني اعرف لو الاتحاد الدولي راحب بعد جواب جوابات من الاتحاد الدول الاتحاد الافريكي مش اه بزينا انا مكنتش اقصد واه احنا اخوات واء عادة عرب لا طبعا. يعني التحدي الافريق والتحدي الدولي ما عندهمش الكلام دي خالص. اه اول حاجة اللي هنكون منهاصر. نادي الاهلي ده اعظم نادي واحلى نادي وجميل جدا وبركير تهنان. واعدين زيدان لعب قصادنا هنا. هجيبوا تاني ازاي زيدان. هجيب تاني زيدان ازاي. طيب نخش بقى في مباراة النهاردة. عشان عندنا يا كمان كلام مهم جدا استعدادة الاهلي لان ما عندناش حلقة لبكرة ولا اه بعد بكرة فبالتالي هنخش على مباراة اه وفاق الصف على طول فهن يعني هنسيب لها مساحة في الكلام كابتا نحمد. النهاردة في مباراة كانت في الاسبوع الحداشر جامعة ما بين الاتحاد السكندري وآآ بيتروجيت. تعادل ايجابي واحد واحد. رزق سي سي واحد من العب المهارية جدا والعالية جدا في الدورة الحد. دلوقتي مقدم موسم كويس قوي. من خلال المبارات اللي شارف فيها مع الاتحاد السكندري. وتعادل بكلي كمان هو كمان عامل حاجة جامدة جدا مع آآ بيتروجيت. شفت اللقاء ازاي. آآ يمكن اللقاء يمكن مش ساعة. آآ بداية الل اللقاء. الاتحاد آآ استغلت الجمهير الموجودة. آآ كان عامل ايجابي بشكل كبير جدا مع ناد الاتحاد. اتحاد لعب حماس آآ في الأول آآ قوة هجومية. عندو ثلاث مواجمين قدام أمر وسيسيه وآآ وبناهيني. التلاثة مشكلين خطورة قوي جدا. آآ تلاثة ونص ملعب آآ نور السيد آآ يعني من صناع اللعب اللي ظهروا بالسنة دي بشكل جيد جدا مع الاتحاد. داود يمكن بيعيد اكتشاف نفسه بيرجع تاني دي دي كان برضو في نص ملعب التلاتة عندهم النزعة الهجومية وتدوير اللاعب كان عاملين شوت نوص الساعة كواسة جدا البتروجيت ببتدى يمتص لكن الهدف جي بدري هدف سي سي 27 دي 27 هدف رائع صراحة هدف من مهارة فردية وصرعة وقوة وده بالبص مع خلد أمر وهدي في 18 ألف يمكن يرقص الحارس ويسجل هدف عحلوة قوي والتحاد عامل الفترة دي بازل الجهد بازني عالي جدا بعد النص ساعة وقع خالص بتروجيت بتدى يمسك الملعب في شكل كويس العجوز من اللعبة كويسة جدا عماد لعيب كويس ناشئين شيمس بكلي طبعا نجم بتروجيت السنة دي وكل السنين بيشكل حالة هجومية ويشتغل خطورة معانوه لسه واصل يمكن بقول واصل مبارح كان بلعب ممتخب ببلاده سيوبيا معانوه خسر من كينيا ولكن كان خطورة جامدة جدا محمد فييرا من اللعبة كويسة يمكن المشكلة عند بتروجيت انهاء الهجمة ما كانتش على المستوى الفرقة كلها مش اقول احمد عروف احمد عروف كان عصب شوية النهاردة حتى في خروجه كان معترض على خروجه اللي هو خرج نزل مكانه محمد سالم محمد سالم كان الشوط التاني محمد سالم كان من اول لمسة قدر يعمل تحرك جايد جدا بيستلم الكورة بيشتغل مع بكلي بكلي الجاي بيتحرج بشكل كويس جدا الشوط التاني كله اغلبياته يعني كان لصالح بتروجيت استحواز خطورة على المرمة يمكن برضو كان فيه كرة برضو كان ممكن ينهي المباراة محمد سالم كرة غلطة من الزنفولي بيرجحها الاش راح الراجل المفراد كان ممكن يسجل منها هدف يعني مجمل المباراة يعني الشكل كويس يعني مباراة حلوة الجمهور كان بيديها طبع جميل جدا والتنين المداربين رائعين جدا يعني فيه شغل تاكتك في الملعب من طارق ايحها كويس جدا انا معاك على التلفون معاك على التلفون اقول له قالوه بقى قالوه قالوه اه يا كابتن طار ازايك ببريغك على الأداء بجد الأداء النهاردة أداء جيد فيه شكل في الملعب شاكينه تحركات بوعي وبتلعب ودام فرقة قوية على ملعبها واخدى الصخة بعد فوز على النادي الأهلي صحيح وكان شط الأولاني كان تيل قوي يعني كان فيه قوة من نادي الاتحاد انت عرفتها تمتص القوة ديت وترجمتك كان ده شغل تاني بشكل كويس يعني مبروك مبروك على الأداء انت بتقدي من طول السنة كويس جدا بس النتاج شافة مش بساعدك شوية والله يا حماده بيتحاق امشي منك ترخيرك أولا طبعا وميديش تك طبعا انت دخصت الكلام كل ذلك اتايد الأول بحشني حبيبي يا كابتن حبيبي تحيات كابتن بلال كمان وكابتن وسام حسني ليه بجوال بنا خليك كابتن ازاي حضرته وارا وحماده ومين تاني كابتن وسام حسني اه ازاي حبيبي بص هو يعني يا الله يا حماده انت لخص مش المطش التلخص العشر المطشيات اللي احنا لعبناهم احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا 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 من الوقت في اعمالية احراز اهداف صحيح احنا بنوصق اكتر فرقة في الدوري اكتر فرقة في الدوري من اول اسبوع الكلام ده من حتى مباراة الزمالي كل اسماعيلي اقول لك الزمالي كل اسماعيلي والبيرت والمصري ودجلأ ووجونة وفهم مصشاط احنا يعني بكنا جاء سبعة جوان ومضيع 17 جوان صحيح طب ده يعني انا هداف الدوري وانا كان زماني راكب الدوري فترة طويلة جدا بكلامك بجد والله تأكيدا اللي كلامك كابتن طارق يعني بص الارقام قدامي يعني بتروجدت بالفعلية الهجومية بالعدد الكورات اللي بيوصلوا لها لا انت هككوح من اولها ده لسه ماكملتش السؤال ده لسه ماكملتش السؤال اكمل السؤال طب واعطة سوقوحة زي ما انت حايز فأقول لك تأكيدا الانصر الوحيد في المنظومة اللي اشتغل كل شغل كل شغل المنظومة مدرب تلاقيه يعني معلق تلاقيه محلل تلاقيه مزيع تلاقيه لا وانت ما شاء الله كمان يعني ما وانت اشتغلت كل شغلنات اشتغلتش مدرب انا عم اشتغلتش مدرب حتقر علي اقر علي اشتغلت اكثر مني حبيبها كابتون طان تأكيدا لكلامك مع كل الفعالية الهجومية والوصول للمرمى بشكل يعني يكاد يكون يعني خمس ست مرات متوسط في المباراة الوحدة اللي بترجت مهما كانت الفرقة اللي بتلعبها او بتواجهها لكن فوز وحيد بس على وادي دجلة نتخيل يعني فوز وحيد من خلال عشان مباراة كابتن طار ما انا بقولك سيدي يعني حاجة غريبة جدا جدا انت بتتكلم فيه كم فرق غير طبيعي من قدام المرمى فهم اه بياع اهداف بطريقة غريبة جدا واستقبال اهداف برضو زازجة جدا اه اه اسبابه ان انا زي ما قلت لك انا عملت فرقة جديدة خارق جدت بقى لك اكتر من خمس سنين ما جاددوش تيم لعبوا نفس الاسماء تقريبا عندك عنصرين بس النهاردة بيكلي والعجوز تقريبا اللي موجود في الملعب بيكلي والعجوز بس وبونجا وبونجا كمال مش اتكالش الاساسي اه ما كانش هو الاول يعني ده كان الحرس التاني مزمون كان علي هو اللي بيلعبه علي لطفي علي علي فرج علي فرج كانت التاني من رأسنا عمرو حسان من رأح انبي وبونجا كانت ثالث بالنسبالي فاثنين العيبة من اصل مثلا مبتين كامل طبعا هتاخد وقت وانا قلت اللي على فكرة والله يا سيد انا ما مكدبتش على الناس انا ترني يا جماعة احنا بنعمل فرقة تصبروا معايا حنتعب في الاول لكن ان شاء الله بذل الله حنحصد كل الكلام ده في نهاية الدوري بشكل محترم وشكل كويس وانا يعني صغف كلامي لان النهاردة مفيش اي فرقة في العالم تحت ان انت تغير 7-8 عيبة يعني انت مغير مش 7-8 عيبة تغير 7-8 عيبة في الملعب وال7 اللي برا كلهم من برا الناسي يعني الجداد احنا بنشتغل يا سيد بنشتغل دلوقتي بالظبط بحوالي خمسة لعيبة 98 تحت السن يعني في خمسة لعيبة يعني كوريه 98 محمود حماد 98 لايب كويس اوي محمود حماد اه اه في الديفندر يا حماد اه لايب كويس اوي احنا عبر رسول اه انا استغربت انت بقعد مرة احنا عبر رسول تقريبا معد حميد ماه ولعب كويس جدا مع عدو عدو منتخب اه 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 حميد النهاردة لان زي ما انت قولت حماد ان الاتنين كانوا في المتخب وجايين مبارح جايين مبارح اه اه انا ما ينفعش ان انا اروحات الاتنين وهو الاتنين جايين من سفر ورعبين مطشين الاتنين لعبوا 180 دقيقة مع فرقهم يعني اذا كان بكل لعب 190 دقيقة و90 دقيقة مطشين وحميد نهو برضو رفس الكلام لعب مطشين اطبعا كان صعب ان انا ابدأ بالاتنين فريحت حميد على اساس ان انا عندي البديل لكن ما عنديش بديل اللي بيخلي في وقت الحالي في ظل ثقة وبنفسه وانهو هداف التيل فما ينفعش يوه وبالتالي انا يعني انا مش 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 قلقان على الفرقة اه صحيح بازعل صحيح باروح والله بضرب اخماس فأس دفن من كتر الاهداف اللي بتيجي واضيع فانا بشوف الشئ وعكسه دايما يعني بشوف فرص كتيرة قوي 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 واضيع وبشوف اداء زمان انت حمادة وقال يسامة واحمد بلال وانت سايد كل كل اداء جيد جدا وبتلاقي اه الحاجات الحاجات دايما لما بتكرر ركبت طارق لازم نروح للواقعية نروح للواقعية لا انا انا ما صوتش على الشغل اوصل كمان للواقعية خلاص يعني دايما يبقى كده يعني تعترف بالواقع بترجيت عنده 11 هدف منهم 7 البتلي 7 هدف للعب واحد بس واللاعب ده مش من السراكة مش تاسعة يعني هو الهدف الدوري مش رعيب اللي هو المفروض اللي هو رأس حرب الاساسي يعني بيجي من تحت فاعتقد ان انت اه اعتقد ان انت بما لا يدعي مجالا للشك انت محتاج حد عنده حسية تهدف النص التاني نجحنا ان احنا الفترة دي ان شاء الله بسادينا لتعاقد مع حد فروض كويس مين يا بوكبات ايه مين وفيه فيه اتمرم معنا دلوقتي ان شاء الله عبر رحمان السويسي ده العيب كويس قنا عندكم عبر رحمان السويسي ده مسكندرية ابن كب ابن كب ابن كب لعب كويس اه العيب كويس يعني هو المسيد المهار ويهي العبد بكر اه مش حيثني اليناير لانه هو فاسخ عقده ايه فاسخ عقده اه فاسخ عقده مفسخ عقده وهو الولد المفروض انه بتمرم معنا بقوله اسبوع بالضبط عقده فترة الانتقالات ولا بعد فترة الانتقالات لا انا ما تتقنيش عالحاجات ده حمد انا واربائي المسيد المهار حمد اه حمد اه استاس كبير جدا ان الولد ده اه لو ايضته لو انت عايزت ايه النهار دي لعب بكرة معي اه دي حاجة كويسة يعني حاجة صفري معنا جميل جدا حيث اقوضنا ان هو الولد فايت ورد اللعيبة لانا بحدها اصطيل اعماد متى بتده ومشتغل نفس الشر حتى شابه اعماد متى يعني حتى الشكل نفسه شابه اعماد متى بالتوفيق اتمنى ان هو يعني يبقى هو قائد كويس ويبقى اتمنى ان يبقى اتمنى ان يبقى صحية صحية واسموح واسموح وكانت عندكم نشيقين تقريبا صحية وكانت تقريبا مسكندرية تقريبا من الولمبي يعني نبلي كان ايو ابني كبسوليس ايو ايو ابني كبسوليس ايو مظبوط كابتن طريق اه فضل بيت تعاقب مع وربنا يساهل ان شاء الله ان كي عوض بقى شوية بيت توفيق ابو الكبات ان شاء الله رحمن اللي جاي بالنسبة لك يبقى احسن وكل ان ده شكرا 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 كامل كامل لكابتن حسن اه فهو زي ما قلت المطش يمكن يعني يوطر وضح موضوع فهو يفتقد المهاجم يعني يمكن احمد رقوف ما قداش معاه السنة دي يهو متنشن على طول طول الوقت يعني في مبارا مباراة الجونة كان هو اللي يكسب يعني بيت توفيق كان احسن ووصل كتير جدا ولكن عمل تغييره فبدأت شط التاني بتاعة رقوف نزل خمس دقاء وطرد فلعب نقص هو عايز يعوض وفرغم ذلك يمكن بيكلي مضيع تلات اربع انفرادات وهو بيلعب عشرة فهو مفتقد الحتة اللي قدام وممكن يكون برضو رقوف بيتحرك كويس يعني حركاته امامية كويس بتخلق مساحة البيكلي اللي دايما بيشتغل ممام فالنهاردة العمق كان لصالح بترجيت يعني اختراقات من العمق كتيرة جدا من فييرا كان بيجي من الجنب يدخل بيكلي بيشتغل كويس جدا يتبوط الاداء البدني لفرقة الاتحاد ساعد بشكل كبير جدا الاتحاد بزل مجهود كبير جدا كبير اوي فالشروط التاني فيه تراجع تراجع بشكل كبير جدا تلعب على المرتد والصراعات المرتد والصراعات يمكن كان تغيير بالقوة اللي كانت موجودة قدام يعني كان بيعتمد اكتر على التلاتة القدام القوة والصرعة وخالد امر طبعا السنادي عمل محطة جميلة جدا وعمل موسم رائع مع الاتحاد وتحركاته ونهارده كان ممكن يسجل برضه في اكتر من كرة عرضية بالتحاماته كويسة جدا ويتعامل مع الاطراف كويس جدا يعني سويسي كان في الاهلي في الناشئين الاهلي ولعب شوية كبان في السماء بعدين راح الدخلية راح الدخلية بس كان في الاهلي في الاساس يعني في الناشئين الاهلي كان احنا قلنا اشترك ونهارده كويس جدا ومحرق ومرطه كويسة يعني محطة كويسة جدا بس محتاج طبعا كان ملان شوية عايز نشوف كان تنطرح أو مداملك هو طيب لو شونا نتكلمنا عن مرات الاتحاد والتروجيت واحد وواحد هي نتيجة عادلة لمباراة الاتحاد كان مسيطر وظهرت له فرص في بداية الشوط الأولاني ومترجيت سيطر الشوط التاني برضو وظهرت له فرص فهي نتيجة واحد وواحد نهاردة نتيجة عادلة كابتن حلم طرام ماشي بخطة سابتة مع الاتحاد بداية من أول المباراة ميسك كان ودي دجلة كان فيها تعادل بعد كده بدأ الاتحاد يرجع للغة المكسب تاني كسب الجونة اتنين واحد في السواني الأخيرة ادى له ثقة أكتر مباراة الأهلي والأمانة برضو كانت تنحل موضوع المباراة الأهلي بزكاة وكانت اللعبة موفقة قفل كويس واعتمد فيها على السرعات وقوة الاتحاد السكندري هي في السلسل الأمامي بناهيني ورزاق الس وخالد أمر خالد أمر محطة قوية جدا وبيشتغل بوسع دايما للناس اللي جاي من تحت تحرقاته كويسة دايما في الكرات العالية بيطلع وبزحل يمينة أو الشمال سواء لسي أو بنهيني لزايا السي نفس الكرة اللي دخل بها في مباراة الأهلي دخل من ناحية الشمال وبدأ يراه وبدأ وهو مميز فيها النهاردة برضو عملها برضو في مباراة بتوجيت لما راح وعمل دابل بص مع خالد أمر عملها له برضو لما ساله لمسة ودها هو وجون فيها برضو شغل كويسة من خالد أمر وحطها منتهى سولح بعد الهدف مباشرة كممكن الاتحاد يسيطر على المباراة بالفرصة لزهرة خالد أمر كتعرضية ولطاشة بدميغولها الكرة دي جات كتفلت مع الاتحاد جدا كانت العملية تقلب الشوضي التاني كابتن حلمي بدأ عايز يقفل أكتر طلع بناهيني وحط أحمد الألف أحمد الألف ممكن يعني ليه دور في نص الملعب أكتر فحاب يشتغل على الناحية دي ويعتمد على انطلقات سيسي وخالد أمر لكن بترجيت يعني أحرز هدف التعادل لكن هي يعني في مجمع المباراة مباراة حلوة ما بين اتحاد بترجيت والأحلى النهار ده كمان شفنا جمهور الاتحاد ما شاء الله بعدد كبير في فساد اسكندرية المباراة روح طبع روح مفتقدين احنا يعني الجماهير والأجواب بتاعت الجماهير لكن في الآخر هي نتيجة عدلنا بين الاتحاد والترجيت عدل اللي جاب النهار يعني محاولات بترجيت على المرمى النهاردة وصلت للرقم 16 تخيل محاولات بترجيت على المرمى الاتحاد وصلت للرقم 16 معاني الاستحواز كان لصالح الاتحاد 53 فنين اللقاء من وجهة نظر كبير بصنا شايف ان هو مدرسين مختلفتين يعني كابتن كابتن طري إحيا وكابتن حلم طلان مدرسة بتعتمد على الاستحواز ولعب الكورة وبناء الهجمات مدرسة التانية بتعتمد على القوة والسرعة والهجمات المرتدة النهاردة عشان كده بنشوف دايما وشوفنا النهاردة في المبراء ان ندل التحاد زي ما قالي كابتن ندل التحاد يعني في بداية المبراءة قوة وسرعة وهجمات مرتدة سريعة وفي الآخر الأداء البدنة بيقل شوي طب تسمح للفرقة اللي هي بتاخد نفسها في الملعب اللي هي بتعتمد على التحضير بتعتمد على بناء الهجمات ان يكون عندها مزيد من اللقاء بدنية يكون عندها نفسها أكتر موجود لنهاية المبراء عشان كده ده سيناريو اللي حصل النهاردة في بداية المبراءة الفرقة بتحضر بتحضر بتعب جيم ما بتبزلش مجهود كبير جدا بتوزع المجهود طلو المباراة فرقة بترجد الفرقة التانية بتلعب على هجمات المرتدة السريعة وبتعتمد على القوة السرعة عشان كده يعني لقينا النهاردة الاتحاد الشوط الشوط التاني بترجد الشوط الأول استحاد سكندري بناء على التلات اللعيبة اللي موجودين اللي قدام اللي بعتمد على القوة السرعة جدا القوة الخارقة والضغط في نص ملعب والكرات التلية السريعة والفرقة التانية بترجد اللي امتلك نص ملعب شوط التاني وقدر تنابل بالاستحواز وبناء للهجمات وباللعب الجماعي انها تقدر أكتر مرة توصل الجول لكن يعني أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا بالنسبة لفرقة بترجد مهمة جدا وانت بتلعب بتخسرش أنا ممكن أتعاد لكن مهمة ما توصلش فرقتك ان انت تخسر أممكن ما سجلش هدف وده حاجة يعني صعبة جدا على مدير الفني ان أنا بكون بعمل كل حاجة عشان أوصل فرقتي ان هي تجيب جول وفي الآخر ما بقدرش أسجل ودي حاجة بتبقى سهية جدا بكرة القدم وبقى توفيق غير عادي يعني للمدير الفني أو عدم توفيق غير عادي للمدير الفني اكمل طرحك كابتن بلال بس اخذ التليفون دوت معي كابتن وليد صلاح الدين كابتن وليد صلاح الدين كابتن سيد عبد الحظيم ده اللغة بينه وبينه طبعا تعرف ان انا ليه الشرف ان انا مولود في ناسي يوم وليد صلاح الدين والله ايه والله السبت جايد ملادنا حنا الاثنين دس وليد بيعمله ثلاث مرات في السنة وليد فنان أصلا كابتن وليد تحياتي 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 كابتن حمادة وكابتن أسامة تحياتي لك كابتن سيد وتحياتي لكابتن الكبير الكابتن حماد صدي ومين أقدم بقى بلال ولا هسامة؟ لا بلال طبعاً كابتن أحمد بلال تحياتي الكابتن سامة أولاً بحييكم على الأداء وشكل الفرقة هايل جداً مش مبارات النهاردة بس في مبارات الأهلي كمان وفي سبات بشكل هايل جداً في كمان من ناحية تنظيمية في بعض الأوقات يمكن الحتة البدنية بتقصر شوية فبيبقى فيه مساحات لكن يبقى فيه مشكلة من وجهة نظر الشخصية معرفش حالك هتأكدها واللاتين فيها إن فيه وقت من الأوقات انت بتبقى محتاج تقتل المباراة كبتن وليت فبيبقى الفارق مثلاً ممكن يبقى يوصل لهدفين بيحصل تضيع فرصة ولا حاجة فبتلاقي نفسك في آخر عشر دقيقة أو ربع ساعة أو تلت ساعة بتستقبل هدف فبتصعب الأمور بدل ما كنت هتكسب فرق هدفين ممكن كمان تخسر زي ما حصل في مباراة الجنة أو ودي دجلة يعني تأكيداً لكلامي حضرتك قول أو إن فيها كابتن وليت مليون في المية كلامك صح لأن خلينا نقول إن أغلب الفرق كابتن سايد في الدوري المصري أغلبها قريب جداً من المستوى آآ من بعض تلت تربع فرق الدوري قريبة في المستوى من بعض فزي ما أنت بتقول الفرصة بتفرد الفرصة يعني بعد الهدف الأول فرصة خالد أمر اللي بدماغه اللي في الستة يرضى بعدها فرصة دماهيني أنا شايف إن التعادل العادل ooh نادو الاتحاد خاد الشروط الأول كله وكان يقدر يكسب اه اثنين وثلاتة وبيتروجدت خادت الشروط التاني كله وكان يقدر يكسب بعد التعادل كان يقدر يكسب فبالتالي أنا شايف إنه تعادل عادل إحنا خدنا الشروط الأول بتروجدت خاد الشروط التاني آآ ومباراة يعني كنت أتمنى هتكون أحلى من كدة لكن زي ما أنت بتقول الفرصة بتفرد طيب اللي جاي ان شاء الرحمن يبقى مع الاتحاد كويس وخصوصا ان انتو كمان على رأس الجهاز الفني سواء انت او كابتن حلمو طولان انا واصم من داو جمهور الاتحاد او نادي الاتحاد لو مكان عندنا كاهلوية بشكل كبير جدا الحقيقة طيب عندوكو عندوكو اللي جاي حاجة في الدور قابل بطولة عربية ولا مواجهة عربية على طولة كابتن لا نادي الزمالك ان شاء الله يوم السبت الجاي ان شاء الله زي المعرفة عندوكو في اسكندرية في برج العرب يعني كنا نتمنى ان هو يكون في ملعب اسكندرية لكن الامن قال المباراة يبقى في برج العرب والمباراة تانية في بيتروس بورد في القاهرة يعني هنلعب في برج العرب وان كان هو يعتبر ملعب محايد اه طبعا ان العابك الاول هو الملعب اسكندرية سيد اسكندرية طبعا طبعا نضطر طبعا ننقل الاقامة وننقل التدريبات وكمهور طبعا برضو مسافة كنا نتمنى من يكون في ستاة اسكندرية بتبقى الأجهزة نسبالنا أسهل يعني طيب هل سيسي ودونجا وخالد أمر داود آسف وخالد أمر هيلعبه أم لا فيه كلام نسب لا يعني بص مفيش قرار حاسم لكن خلينا نتفق إن إحنا إن شاء الله الأقرب إن هم يلعبوا واتفقنا قبل كده من البطولة العربية بطولة ودية وهم الولاد في عقدهم إن هم ما يلعبوش محليا ولا دوليا فبالتالي يعني حتى لو دا مش معترف بيه في الاتحاد الدولي حتى لو دا كانوايح لكن في الآخر هو كلمة بين رئيس نادي الاتحاد ورئيس نادي الزمالك أكيد نادي الاتحاد بيحترم كلمته وبيحترم تعاقداته لكن في العقل مكتوب إن هم ما يلعبوش مباراة محلية أو دولية والبطولة العربية بطولة ودية فيحق الاتنين اللي عايبا إن هم يلعبوا إن شاء الله بالتوفيق يا كابتن وليد شكرا جزيلا لحضرك شكرا جزيلا وليد سألتك الحاجة الفضل لو كنت الاتحاد الاتحاد الانجليزي عامل موضوع عارة متلعبش ضد ناديك ما أنت لو قاعد كويس كنت سمعتين كويس كنت ما سمعت الموضوع كان خلص بالنسبالك عشان ظهر من أنت جاي نهارة مغرور عليا مغرور الله بس مهتاكش بص الاتحاد الانجليزي الوحيد في العالم أيوة اللي بيطبق الموضوع ده بس على كل الاندية أيوة على كل الاندية ليس كل نادي مماشي بمساكش لا على كل الاندية ليبا انت كده كده راجعنا على ناديك السنة الجاية فممكن يكون مباراة فاصلة ناديك هياخد الدوري بسا فبيخاف من حتة التلاعب ممكن يحصل بس الاتحاد الانجليزي عامل لأن الموضوع هناك في التفكير مختلف لكنا مثلا هنأخذ مثلا نادي الزمالك عنده أكتر من حوالي 20 لاعب عارض 16 أو 17 أو 18 لاعب 3 في المقصة أو 4 في المقصة 3 في الإسماعيل أو 4 في إسماعيل و 2 في الاتحاد و 2 في الإنتاج الحرب و 2 في إمبي و 2 في الجيش مظبوط أو ليس مظبوط فأنت بالتالي لما تيجي تحسبها ما لكش العلقة هو طلع من نين طلع من الأهل طلع من الزمالك طلع من الإسماعيل طلع من المصري أي أن كان لكن لما تيجي تحسبها حساب عملي أنت بتأوي فرق عشان ترعب المنافس بتاعك فاهمنا حقاك لكن الاتحاد الإنجليزي ديبقى فيه عنصر في 2 في 3 طب معلشها 15 أو 16 أعترض عليك في حاجة فضل النادى اللي قالي طبقها طبقها مع أحمد عبدالزاهر فقط طيب إيه هي أنا كنت وغد أحمد عبدالزاهر إنبي بالكلام بس ما كنام داشت ما كلمناش يا سيد أنا اللي كنت عامل كده بس بغير عقد أنا اللي عامل كده ما كانش مكتوب ما أنا بقول لحدك أنا اللي عامل كده بس احنا قلنا خلاصة لما فيه اتفاق ديني فرصوتي بقى ديني مديك فرصوتي بفضل الكلام ده كان يوم تقريبا 27 أو 28 واحد 27 أو 28 واحد وإحنا اللعب إنبي يوم واحد اتنين يعني من 8 بعد 48 ساعة فقط آآ بالظبطة بعد 48 ساعة ما أنا اللي بقول لك أنا ما أنت عاد تتأخر فيه حتى مش عايس تجيبه آآ عادنا شهرين طبعا شايل وجيه قال لك لأس فيه اتفاق قلت لهم خلاص طبعنا فيه اتفاق خلاصة لكن مثلا مع حياة كانت أول مباراة 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 بعد أن أتقال مباراة مباراة جون أنطوي وأحمد الشيخ مسلا ما عملنا شكة آآ العجيزي وأحمد عديد كده مع عبد أحمد عبد ظاهر لأن أحمد كان فاول 48 ساعة بس يعني فاول 48 ساعة كده ايه فيلم كده آآ فأنا عايزه أنا عايزه آآ أنا ما كنتش معاه في أساس النواية يعني ينتقل في الفترة داية كنت عايزه يكمل يعني كنا عايزينه يكمل يعني فهي دي كان اتفاق لك لما تيجي تسألني بقى عشان ما حادش يدخل لنا في النص كده هل الكلام ده قانوني ولا مش قانوني يا بلال أقول لك لا مش قانوني يعني انت لو روحت الاتحاد بالمصر حالات اتعملت خلاصة قبل كده اتعملت في الاتحاد البيض وانت لو عايز تكملت في مصر كابتن لو اتعملت في مصر يا بلال الصح الاتحاد هو اللي يقرر الكلام بسم الله علي ودي عشان تبقى عامة عشان تبقى عامة مش الاندية انا بقول لحضرتك لو انت عايز تكمل اتفاقك انا اتفاقت بيني وبينك اه اوكي ما كانش ورق مش ورق ما انا بقولك مش ورق كابتن زيزو قال لي يا كابتن حمادة في اتفاق كذا كطوله خبصة كابتن حتى لو ورق كابتن حمادة خد الاهم حتى لو ورق وانت لعبته ما عندكش اي عقوبة تخيل حتى لو ورق عشان مش موجود في اللايحة في اتحاد الكرة اي حاجة فمن فيش عقوبة لا الاتحاد الانجليزي هو عاملها على كل الاندية فمصمم معناها لكل الاندية لكن انت لو نفترض انت مثلا امي هنروح الى احمد عبدالزار موضوع احمد عبدالزارجي خصني انت رح تملاعبوا المطش ده خلاص وانا كنت كتب الكلام ده في العقد تخيلوا انت كلمة مش اتفاقه هو كنا كتبينو في العقد انا هروح اشتاكيك فين في الاتحاد من مصر في الاتحاد من مصر اللا احب احبت عن المصر لا هده الكلام ده اصلا فيروح الاتحاد الدولي لتعرف الاتحاد ده يقول لك ايه ارجع انا يلا بى السلام كلمة ده مش مزم لفي حاجات البنوت في الاتحاد الدولي ملزمة ومش مزم ومش مزم هنا اتفاقات بودين الاندية مشأكرين بس لازم حكومة يعني انا بشوف ان عشان الموضوع هيدخل بعد كده في مراحل كبيرة كب بشوف ان الاتحاد الكورة لازم كل دور في الحتة دي يسمح لا يسمح خلاص يا جماعة بنسمح بالضبط كب بالضبط إن لو فيه عقود لا لا بقول لك الاتحاد الكورة المفروض يعني كده نفيش حاجة اسمها لعيب اتخذ حضرتك وخصوصاً دلوقتي إن الله شفعت في فلوسي لا زمي حكومة بلعضة كب زمان القانون بلعضة بلضبط الوضع مختلف يا كابتن محمدف ان القائمة ساعتها اللعيب لما بيطلع منها يا بلال بيبقى لعيب محسوب عليك في القائمة فانت بالتالي مش هتقدر تتعاقد مع عشرين تلاتين واحد دلوقتي اللايحة اختلفت انت ممكن تتعاقد مع تلاتين واحد برق قائمة يعني انا اتعاقد معهم من غير فلوس مثلاً هقول له تعالى الاهلي تعالى الزمالك هيفرح الولد جداً وبعد يوم اهم عيروا الانبي انا ممكن اعمل فرق الانبي تمام في المقابل بس اني هتقابل الاهلي بس ننفس الاهلي بس وما تلعبش قدامي يعني ممكن اودي مثلاً تمانية الانبي تمانية الانبي وما يلعبوش قدامي كاهلي مثلاً ويلعبوا قدامي زماني لك هلده فرق بس هلده صح اصلاً ماك انت مثلا تشتري مثلاً اربعين خمسين لعيبوا وبعدين انت عارهم واللي عجيبك تجيبوا لما عجيبك بزرد لال فيه اتفاق من الاول خالص والترافين ارتدوا بالاتفاق ده موضوع انت خالص اكبتل احس كنداري ارفقة مش لايقة اكبتل حالي بس الترافين دول بيحكموا منظومة اكبر اللي هي اتحدى كل اولي بنظم اللاعب بكل لها احس كنداري هيلعب اللعيبة قالك بيبتولة ودية فيلعبه خلاصة تقول يا بلان اي حد عايز يستعير لعب تمام ما يقبلش بالبند خالص ولا انا اخده منك وبدفع فلوس لما ادفع مبلغ قليل عشان ماتشك انت هقل المبلغ يبقى كزا ايش كمل بلال تحقق عشان نخش على الاهل عايز اقول مهم جدا برضو وانت مش قادر تكسب لك متخسرش وده اللي بيعمله بترجيت اه هو ترتيب وترتيب سيء ولاب عشر متشات كسب متش واحد وتعادل سبع متشات وتغلب مبراتين اثنين بس يعني الفرق الكبيرة برضو اللي بتحصل عندها ازامات في المكسب مهم جدا انها متخسرش مهم ان ما تطلعش من مبرات خسرانة والاهم طبعا زي ما اكلم كابتون تريح يا معانا قال انك لازم لما توصل لازم تسجل اهداف انت في دوري خطبالك يعني فيه مشكلة في الدوري المصر كبيرة جدا لكن انت الدور الاول ده اللي بيسبق فيه ويجري فيه بسرعة جدا هو ده اللي بيوصل وبيستريح في الدور التاني يعني فرق كتيرة جدا 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 بتدخل السباق وبتشتغل بشكل كويسي او الدور الاول الدور التاني ممكن تريح شوية وضع طبيعي اجهات لعيبة تصابت لعيبة تعورت لعيبة مشيت عندها فيها ازمات مدير فني مشي ولكن لو مشيت بشكل جيد جدا الدور الاول ودعم لهم وداربين كتير جدا على مستوى يعني الدورات المصرية اللي فاتت لما بيمشي بشكل كويس اوي بيستريح الدور التاني خاصة ان هنا مثلا الطموحات بتبع عند الاندية وليه لا شوية الطموح ببعايز مثلا يوصق الواعد في نص الدوري طموح يبعا ما عندوش مشاكل في النهوة ينزل تحت ما يبقاش عايز ان هو معرض للهبوط فعلشان كده دايما بنقول لابد من الفرق اللي هي عندها امكانيات كويسة ان هي تستقطب لعيبة بتقدر تسجل اهداف لنهي ده لغة العصر دلوقتي لكن لعيبة المهاجم لعيبة سعر وعالي جدا انه ده اللي بيخلص كابتن في النهاية هو ده العابي اللي بيسجل الهداف فالنهارده لما توصل بستاشر هاجمة زمانت بتولي سعر متسجلش غير هدف واحد اعتقد ده قصور كبير جدا في الحتة الهجومية لكن كمدير فاني خلاصا عملت اللي علي انا قدرت اوصل الفرقة ان هي توصل للتمنتاشر نهاية ضايع فرص اكيد المدير فاني مش هاني سجل الهداف فبالتالي لازم يبقى فيه تغييرة جيدة او قريبة للبتروجير اتحاد سكندري ايه اتنين مهمين جدا داودة وملاعبوش يعني وسيسي اتنين عملين تقل كبير اوف النهاردة داودة حاجة كويسة جدا له وسيسي كمان في النحل وملايها طبعا حسنا كمان انه حصاله عمليه تطوير كنت شفته في اسوان طبعا بصوا والك الحاجة تشغلة من علاية ضغط بلاعب الزمالك كان عنده ضغط جامل جدا وفيه منافسة كبيرة وما اخدش فرصة لكن هناك حس بقيمته وحس ما فيش ضغوط عليه في المنافسة بالذات يعني الزمالك برضو والاهلي فيه لعيبة بتروح ما بتنجحش لما بتحط تحت ضغط المنافسة تبقى مشكلة بالنسباله بيفقد حاجات تترد خمس دي بتتحسب عليك في الآله والزمالك اه طبعا مش المبرار خمس دي بتحسب عليك صحيح طيب يعني اكتر اكتر حاجة اتاكد كلامك يا بلال مسلا ان فعاليات الهجومية اللي هو بترو جيت الحداشر هدف اللي ساجلوه منهم لعب بس سبع اهداف اللي هو بيكلي وبيكلي خرج من الملعب او ما كانش موجود في بترو جيت بل في بترو جيت جايب اربع اهداف صح حسبناها بالشكل ده وده معدل صعب جدا واي فرقة في الدنيا اكتنا حمادة وانتأضرة طبعا مننا لازم بي عندها حلول متنوعة سواء كانت ماء من خط الظهر او خط في وانهاردة عملت غريتين النهاردة زولة لما نزل الراجل بيلعب عالطرفه بشكل كواس جدا خلق فرص كتيرة جدا محمد سالم لما نزل محمد سالم يعني متوقع هو سريع جدا عن سرعات ولعب كواس جدا بس محتاج افايتر اوي كراس حربة هو مش راس حرب هو بيلعب شاده السراك بيلعب من تحت بحرك بسرعاته كواس جدا يعني الهدف اللي جابه ده اللي عمله من السراع السراعات بتاعته وقدر يقطع في حتة كواسة وبنحة الشمال وبيلفه بعملها بالعرض بشكل كواس جدا بكل بطبعا حصد الهدف راجل رائع فيها خطف قدام قدام المساة قطعه اوي اوي قطعه جميلة يعني طيب اوكي بس نتيجة عادلة نتيجة عادلة يعني الانتحد كان ممكن يخلص في النص ساعة الاولى كان ممكن يخلص في اخر عصد ولا ومساعة كان ممكن في واحدة في المسفاصل الاتحاد السخندري كانت ممكن تصفر عن هدف نتيجة عادلة عادلة اوكي يبقى كده الاتحاد لو كان كسب النهاردة تخيله الاتحاد لو كان كسب النهاردة كان هيوصل للمركز التاني مقرر وعند دروية 15 مقطة كان هيبقى 17 مقطة كان هيبقى مقرر مع نادي زمالك في عدد النقاط وبيترو جيت بتجمد او بيوصل رصيده للنقطة رقم عشر اوكي نروح للمبارات المهمة بقى كابتل حمادة هي مباراة ما بين الاهل وفاق الصيف ما بين الخبرة الافريقية والتعامل الافريقي وخصوصا خارج البيار ما بين فرقة انت رايح وانت عندك هدفين بتقابل فرقة عندها طموح شديد جدا وبعد شو هيعرض لك كمان التحفيز او المسندة الجماهيرية الفضيعة جدا الموجودة مع فرقة وفاق الصيف من خلال جماهيرهم واخر المباراة بالنسبة لهم الاهل بيخدوا اللقاء في غياب شريف اكرام للإقاف كمان في رؤية فنية واستبعاد فني لناصر ماهر ومؤمن ذكرية يمكن الاهل مكتمل في الورادي يا رب الناس اللي راجع من الاصابات تبقى مكتملة فنيا وبدانيا يعني الاسماء طبعا تضمن انت شايف عودة سعد سمير عودة سلح محسن وفي حسام عشور وعمر السلية يعني بكلمة على يعني حسام والسلية وصام عشور السلية بشكلوا قوة في نص ملعب كبيرة صحيح فان شاء الله يمكن شوفنا عمر السلية يمكن مشارك في جزء من المباراة وابتدأ راجع بشكل كويس ظهور ايمن اشرف انها الشمال مع المنتخب ده بيتمنك برضو انت برضو حتة تعالي معلول دي بالنسبان كانت مشكلة كبيرة جدا يمكن كان صبري بعيد قوي عن المشاركة بقال الفترة لما لعب الماطسين يمكن الأداء الفني شوية عشان بوعد عن الماطسات لكن ايمن اشرف عودته في الناحية الشمال معنى كده ان انت بتقول ان ساعد يلعب مع كلبالي وايمن اشرف يبع باكليفت اه يعني انت عندك الحتة ديت برضو محتاج قوة دفاعية انت أخو العيبي عندهم عبوم جابه ده في البيلعب ناحية اليمين ويضرشوا جوه المحتاج عندهم واحد كمان كان ظاهر جديد في خلال للقاءات الأخيرة اللي هو حسام الديني غشة اه كويس يعني جابه من اليمين ومن الشمال بتحركوا يعني جابه كويس جدا واكرم اللي نزل الشوط الثاني ده نقود ده نعمد احمد فتحي اكرم كان اشتغل ناحية ناحية الشمال بتاعت علي ناحية الشمال بتاعته يعني ناحية احمد فتحي ناحية احمد فتحي اه على فكرة هو العمل للجوليل بعد شوية نعرضوك اللي نزل شوط تاني شكل خطورة علينا بشكل كبير جدا فعندهم من ناحية الهجومية اتكلمنا على الاتنين دوننا عندهم باكلفت هواري فرحاني ده لعب كويس قوي هناك بالزات في مراعون بتلاقيه مفتاح لعب على طول طاير لقدام فده يعني دي النقط هي نقط مش كتيرة في الملعب ولكن مهمة جدا جابه والباكلفت فرحاني وطبعا حيبه رأس الحربة قوي جدا في الملعب هناك لأيه عمل ضغط وقوة مشتغل بشكل كويس جدا احنا عودة المجموعة دي هي السيناريو هتلاعب ازاي المباراة سيناريو مباراة يعني طبعا الحمد لله فيه كمال الصفوف مكتغل بشكل كويس جدا ازاي تلاعب في ملعبها ملعب الترتان ملعب الصغار شوية المساحات الديقة محتاجة لعبة كرة محتاجة سرعة في التمريل لو التحولات بتاعتك لازلت بقى سريعة جدا وقفتك الدفاعية دي مهمة جدا والدايق المساحات عليهم بشكل كبير جدا في الملعب ده هيساعدك تقدر لكن انت بقى واخد عن ملعب عامل ازاي بقى أرضية الملعب اللي هي قوة القوة بتاعته فاق في ملعبه ولعب يمكن تقريبا ست مرشاط على ملعبه وكسب اربعة وخسر مباراة من الملعب حقا يعني بخارب بشوف مشاط أفريقيا لأضوار كلها لليها أوكي هو خسر من الوداء بس الملعب يعتبر بيعرض يعني من الجزائر هو وتعاد المباراة وكسب اربعة في المشوار بتاعه تقريبا يعني في الريل ده فهو بيعرف يكسب في ملعبه بشكل كويس كسب الوداء برضو في خبل النهاية على ملعبه واحد صفر دور التمانية اه دور اللي هو دور التمانية قبل ما يوصلك فطبعا فريق وشفناه هنا الشوط الثاني ابتدأ يغضي الأمور كويس بس فتحت بسحية عنده فده اللي يحصل هناك لو هو خد الملزمام الأموره ابتدأي وانت تضغط هتلاقي مساحة حلوة تلعب بمين يا كابتر حمد والله يعني طبعا أزاره موجود في أحمد فتحي نبتدي من وره مثلا نشي ناوي أحمد فتحي ساعد وكلبالي وأيمن أشرف حسام والسولية مهم جدا برضو وليد الشكل بتاعنا مش هتغير يعني الأداء بتاع الفرقاتنا أزاره عندك حمودي وإسلام إسلام وتعمل مقارنة بين حمودي وميدو جابر لو ميدو جابر جاهز أول ميدو لا مش جاهز بقى حمودي وهو رجل يعني ده الشكل اللي هو رجل خلال التدريب عمل اللي انت بتقوله ده بالظل يعني الحضاشر بدول بالظل طيب كالحسام عنك صعب يغير في التشكيل وانت دخل على المباراة كمان يعني مهمة فصعب إنك تكون محاطة سيستم أسلوب اللي بحتة 4-2-3-1 هو ما غيروش حتى لما كان بيلعب بره ملعب وقصاد الترجي في مباراة قوية جدا قلنا ممكن نعب 3-5 الملعب لا لعب برضو بنفس الشكل كان وقتها كان ناصر مهر هو الموجود ولقى 4-2-3-1 فهو طريقة اللي مش هتتغير نفس اللي قاله كابتن حمد الشناوي وفتحي وراء ناحية اليمين عشان ناحية الشمال برضو والناس تحت الموجمين عندهم من ناحية الشمال ولمين فانت محتاج أحمد فتحي كلبالي ساعة سامير يعني عودة المصابين هيبقى إضافة قوية طبعا للتشكيلة أيمن أشرف لقى بمتشين مع المتخب مصر بدأ ياخد إحساس المكان ناحية الشمال حسام والسولية وشان برضو وشان محمد شغال فترة الفاتد في شكل كويس فالسولية دخل يبقى الأفضل حسام والسولية عندهم خبرات أكبر عندهم النواحة الدفاعية كويسة إدارة ينعب بتلاتة أم لا مستبعدة هو لما بقولك لما راح لعب في التراجي لعب بنفس الشكل ما لعبش بتلاتة لعب برضو 4-2-3-1 فهو غالبا ترتلون بلعب بنفس الشكل ما بغيروش مرة أو جوه في إسلام محارب وليد سليمان وحمودي وعظر هو مش هيغير توقيت الصفر كويس إنك تسافر قبل المباراة بيومين مش فترة طويلة فده كويس تاني حاجة برضو كتسايد ممكن يجي مدير فني يقولك أنا محتاجة تعود على الترتان فاخد فترة 3-4 تمرينات ده ممكن يعورني لعيبة ممكن يعمل لي إصابات فانت تمرينة واحدة على ملعب الترتان تمرينة لا أصدت الحد الأبطاء بيديك ملعب الترتان تمرينة حتى تمرينتين ده ما يدخلكش في مراحل ممكن الإصابة أو الإجهاد عكس ما تأخذ مثل 5-6 تمرينات فتبدأ فيه تحميل فيه صد فتمرينة أو 2 قبل المباراة تاخد إحساس الملعب أبعاد الملعب تمرينتين خفيفة مجرد بس تمرينتين مهم جدا طبعا وفاق الصيف في المباراة دي هيبدأ ضغط عالي من أول ثانية في المباراة بأمكن التحضير بتاعت النادي لا أهلي ما يفعش أن أنا حضر زي ما كنا منشوف هنا بوك أن أحضر من وراء لا لازم أبعد منطقة الخطورة عن مرماية أو المناطق اللي عندي وراء بوك أن أشتغل في نص الملعب في التحضير في الاستحواز أول ده ما أعمل لونج بس لواليد أزار عشان الأخطاء طبعا هما هيبى فيه ضغط عالي لازم في المباراة دي الخطوط طبعا متقربة ما يفعش نشوف نساحات ما بين الخطوط لازم النهاردة لازم شام حسام معشور والسولية لازم يكون دائما استطارة قدام كلبالي وسعد سمير دائما أيمن أشرف أيمن أشرف برضو يعني مميز هو بالنحية الدفاعية كان حتى أعلى من معلول فيها النواحي الهجومية عنده إسلام محارب وليد سمير وممكن يقدروا يشتغلوا فيها ما شاء الله أحمد فتحي برضو بيعرف يقفل ناحية المين عشان أقتل المباراة تماما لازم أحرز هدف لو قدرت أحرز هدف في بداية المباراة أنا بقضي على أمال وفاق السطيف وعلى الجماهير طبعا عندهم جماهير من أول ثانية في المباراة هتلاقي فيه تشجيع وحماس بروح عالية جدا لازم أعدي أول 15 دقيقة لو قدرت أعديها بشكل كويس قدر أن تصح حماس الجمهور عملية الاستحواز والتدوير بتاعت اللعيبة اللي بتتم في كل المباراة عندك سواء جوة دي اللي بيتمازي نادي الأهلي ده لو شفناها هناك بشكل كويس تبدأ بقى الجماهير تهدى هتبدأ اللعيبة بتاعت مفاق السطيف هي اللي هتتصرع وهي اللي عندها العصبية إن هي المطالبة النهاردة هو محتاج يكسب الأول يجيب اتنين وبعدك يجيب الهدف التالت فهو اللي عنده الضغط هو اللي عنده السرعة مفروض لعيدة النادي الأهلي هي اللي عندها الهدوء لازم يبقى الضغط من النادي الأهلي ممكن في نص الملعب ممكن في وقت من الوقت إن أنا أضغط من قدام برضه أحاول أعطل وما ينفعش إن أنا طول تسعين ديال هفضل من كامل شوار لا يعني في وقت لازم وليد أظهر ويضغط من قدام من وراء وليد سليمان وراء إسلام محارب في وقت برجع تاني أعمل عملية الضغط في نص الملعب والمهم جدا زي بقولك عملية التحضير ما باش فيه تحضير كتير من وراء عشان الترتان برضه يعني حتة الموكر السيطرة على الكورة ممكن أنا باجري وقف أغير اتجاهاتي يعني هم طبعا حفظين الملعب وبشتغلوا على كتير فإن شاء الله هي حتة هدف نادل أهلي ربنا يكرم إن شاء الله وليد أظهروا الفرص اللي ما كانش موفق فادي هدف واحد يعني المباراة تقرص بأمر الله كمان إحنا للوقت في صلاحنا يا بلال يعني أنت معاك هدفين صحيح يعني صحيح المباراة صعبة رغم موجود هدفين وحتى لو تلاتة كانت هتبقى أسهل نسبيا لكن برضو صعب يعني السيناريو اللقاء هو اللي هيحدد صعوبتها من سهولتها وحداث اللقاء لكن في النهاية كل ما عدى الوقت بالنسبة لك المساحات والتوتر والعصبية وأنا بعد شوية يعرض لكم سواء كانت عن طريق المباراة الأخيرة مع أولمبي اللي تعادل فيها اتنين اتنين أو حتى الحماس الجماهيري أو إقبال اللعيب على أو إقبال الجماهير على التذاكر فهم مهتمين جدا باللقاء لكن بعد شوية مع مرور الوقت ممكن ده يبقى يعني ضغط عليهم أو أداد ضغط عليهم أكيد طبعا أنت بتتكلم على فرقة زي النادي الأهلي فرقة زي هما أكيد عمين حسابه هما أوريدي أتلاقيهم مضغطين نفسي أنت مغلوب 2-0 تلاقي فرقة النادي الأهلي هما عارفين إزاي النادي الأهلي بلعب برما لعبه إزاي لما بقدر يستغل الفرص بشكل جيد جدا فأوريدي هما تحت ضغط عصبي بشكل كبير جدا الأهم أن أنت تقدر تستغل ضغط العصب اللي هما موجودين عليه في مهم مهام كبيرة جدا أنا بحث الجمهير عملا إزاي فضو طبع في مهام كبيرة جدا للعيبة نص مرعب والعيبة اللي ترى في الحتة لقدام أكتر من اللعيبة المدفعين أنت خلاص اللعيبة المدفعين أنت بتستستهم على طريق لعبه معينة على الوقفة بتاعتها خلاص اللعيبة اعتادت على الحتة دي المهم في المباراة اللي جاي من وجهة نظر بشوف أن اللعيبة نص مرعب وامتلاكهم لكورة نص مرعب إزاي يتحركوا إزاي يباصوا إزاي كرامة 11 إزاي أنهم ما يتأثروش بالضغط اللي يكون موجود عليهم أثناء المباراة واضح جدا أو هتبقى يعني عادي جدا من بداية اللقاء أن يبقى فيه ضغط في نص مرعب على النادي العيل عيبة نص مرعب عشان يغلطوهم نهاردة التلاتة اللي موجودين أو الاتنين اللي موجودين وأنا أعتقد أن المباراة دي تحتاج تلات لعيبة نص مرعب باش اتنين تكسبان تنصف في ملعبك فإنها نفسيا هتكون نازلة يعني أنا منك برضو خايفة عامل حساب للتلاتة اللي موجودين في النواحة اللي موجودين في النواحة اللي موجودين بالنسبة لك اللي عندهم السرعات أكيد جدا همالوا حساب الحتة دي أنهم ما يضغطوش وما يلعبوش بشكل هجوم ومكسف ممكن هو مغلوب 2-0 ولكن برضو عامل حسابه أنه ممكن من هجمة مرتدة سريعة من هجمة من كرة سبت يسجل هدف فبالتالي ابتدى يدخل في اللقاء فلكن أكيده وعمل حسابه أنه أنت عندك ثلاث لعيبة موجودة في الخط الهجومي عندهم مهارات فردية عالية جدا عندهم سرعات ما يقدرش نوع يغمر من بداية اللقاء بالحتة دي فمهم جدا لقاء بيتنص ملعب الموجودين أو مهم جدا بنسبة للمستر كردون من وجهة نظر الشخصية أنه يبتدي بثلاثة في نص ملعب أنت لش محتاج بلاي ميكر في المبرأة اللي بزادي لش محتاج واحد أنه يصنع الأهداف أنت محتاج بس السرعات الموجودة والمساحات رغم أنهم ما بغيرش بس أنا ميل معك يعني أنا قناعة الشخصية اللي أنت بتقول بالضبط يعني موجود نظر إنك أنت تقف نص ملعب لأن الخطورة كلها بتجي من نص ملعب الضغط كله هيتعمل عن نص ملعب بتاعك وليت سلمان ده برضو هيبقى عيب على نادي الآن هيبقى عيب في الكرات التولية كابتن في الخروج والدخول هتلعب اللعيب بدل ما يعمل مشوار مثلا عشرين تلاتين متر هيعمل مشوار تمانين متر طول المبارأة فهتبقى إجهات كبيرة جدا عيبة نص ملعبك فالنهاردة لما تلعب بتلاتة تبتدي تمنى نص ملعب بشكل كويس تريح اللعيبة اللي قدام المهام الدفاعية هي موجودة عند التلاتة الموجودين نسبة الاستحواز عندك ممكن تكون عالية لأن مهم أن انت متضطعش منك الكورة كل شوية لأن لما تضطع الكورة منك في نص ملعبك وتبقى فيها هجمات مرتد عليك ستبقى الأمور صعبة جدا يعني دايما أنا شفتهم هنا الشيط التاني زمال كابتن حماد من شوية هم الهجمات السريعة مميزين فيها جدا الضغط في نص ملعب مميزين في جدا الشيط التاني يعملوا أكتر من كورة كابتن يعني بيطلعوا السلسيات حلوة جدا في نص مرأة احنا فاكرين يا بلانك اللي ضايعناها احنا فاكرين لكن اللي هم ضايعون هم كمان راحوا يعني فيه كورتين مش كتير شوط التاني في بداية الشوط التاني لكن هم راحوا فممكن يبقى على أرضهم أخطر كمان ساعد ما ضغطوا ضايعنا فرص كتير احنا صحيح احنا بقول لك الوقت بالنسبة لنا حلو جدا احنا احنا انت المباراة مختلفة عن النا خالص صحيح المباراة اللي انت بتعدل صفر صفر محتاج انك تكسب الوقت معاك لكن انت كسبان اتوان صفر فعندك هدفين عندك هدفين رقم واحد بالنسبة لك انت بتحاول تحافظ عليهم رقم اثنين بتحاول تعزز الهدف بتاعتك بهدف تالت لكن الأهم بالنسبة لي ان انا حافظ على الهدف أحافظ عليه بأن أعمل تشكيل جيد جداً وحافظ عليه أن أعمل استعواز جيداً لكرة ما تطلق شميني وحافظ عليه أن أقدر أستغل السرعات الموجودة عندي في الهجمات المرتدة السريعة هذا المفترض أن الشكل يكون موجود عليه المباراة اللي جاية عشان نقدر كمان يعني ما نجري هومش هكابت الفنوس معلب لأنت لو جريتوا الفنوس معلب هتبقى مشكلة بالنسبة لي طيب يعني كابتر حمادة المباراة التانية بتبقى مختلفة في حساباتها وبداياتها عن المباراة الأولى يعني المباراة الأولى بتبقى الأمور مبهمة شوية العملية قارب للمجهول سنة لكن إنت رايح دبقاتي عارف الفرقة دي كويس قوي ومعك هدفين لصالحك يعني الحسابات الفنية بقى السيناريو الأول السيناريو الثاني السيناريو الثاني السيناريو الثالث من وجهة موسك بصوا طبعاً أنا يعني ما ينفعش أحس أحس الفريق لأنا بدافع لأنا نازل عمل الزون ديفنس اللي أنا لازم عندي أنياب في النحلة كمية لازم عندي تطوير هجومي قوي جداً أعمل ضغط على المنافس لأهم جداً لأنا بعمل له ضغط لأنا عندي يعني مش عايز فتحي مثلاً وأيمن لو لعبوا الاتنين لو طول الوقت هم تحت لأ هم دول يعملوني بره بالذات هم دول يعملوني يشكلوني خطورة يعني فتحي لما بيكمل من وره هو اللي بيعمل خطورة لو لعبنا بس زي ما قال أيمكن أنا معاكم في حتة أمنا نص مال عب تلاتة وقال عب وواليد ومحارب وراس حربة بس هو كابتن حمادة كارترون لو رجعت المرشاد كلها اللعبها بره هتلاقي الترجي ما لعملش كده ابس كنتم رجعت هنا كنم تعدلين طب الحرية كابتن هم مش عاملة عندك الحرية الديني بره وقناعات يوجد نزك لكن هم قناعاته هو رجل هو اللي ساي يعني يعني عند فيه وجبات دفعية موجودة عند الـ عند الناس اللي هي النقطة القوية اللي عندهم هبع عندنا وجبات ولكن انا ممكن ايمن الرشرة يجبر جابوا يرجع معا الحتة دي او يجيب له حد تاني لو اشتغلنا من نحيته وقفتنا نصح مالفتح دخل ثالث ورا مع ديفندر ونجد نشتغل نجبرهم في وقت معين اللي أنا لازم من الاثنين بدولت بالنسبة لي مكسب كبير جدا في الناحية الهجومية تحركات وليد لو لعب من برة خيرا صحاربة بيخش يعني لازم التطوير الهجومي بتاعي يبقى فيه سرعة شوية ينفحش أنا أول ما مسك كرة بتيدي أموت 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 أتلاقي يعمل عليك الضغط بقوة مع الجمهور مع بتاع هو المتشاط اللي عب على ملعبه بيستحوز كويس جدا بيعرف يطلع بالكورة وعنده سرعات في التمرير يعني عنده مش بط بتلاقي بتروح لجابه جابه وتلاقيه نقلة سريع نقلة سريعي بيروح دخلك روص الملعب عمل لك قلق مع الباك طالع مع الناحة التانية مع بيغير الملعب فيه لازم فيه وقفات بتاعتنا وقفات سليمة في الناحية الدفعية مهمة جدا والتحولات بتاعتنا يبقى لها شكل وده آخر مطش يا كابتر حماد ده آخر مطش كان بالعمع فرقة اسمها أولمبي يعني كانوا المتأخرين بهدف في الأول وبعدين تعادلوا براكل الجزاء وبعدين جابوا جول تاني وبعدين ضيعوا ركل الجزاء وبعدين اتعدلوا في الأخر فرقة اسمها أولمبي ده نجيل طبيعي طبعا نجيل طبيعي وليد سليماني اللي عملها العرضية كان على مطاقة حمودي أو حمودي حطها وليد تمركز غلاء حتى في آخر الشرط التاني والناد الاهلي كان مضغوط هما مسيطرين شوف الفرص راح بيا وليد أزارو جاب هدف حسب تسلل كان هدف صحيح وليد أزارو لما راح انفراد برضو كله من العمق مش من الأطراف من العمق وركنها طلعت من جنب القائم نفس برضو وليد أزارو لما جات له وحطها بالدماغ لما جات في العرضة ده كله الناد الاهلي كان مضغوط شوفت الباكريش طالها ازاي في الحكة العمق صحيح عملا هاواري طالها ازاي بيشتغل على طول بيجمعوا اللعب باكليفت اه الباكليفت باكليفت نواح الهجومية على عمل هناك بيشتغل نواح الدفاعية في نواح الدفاعية كان حق ده اللي هتضرب من تحتيه كويس جدا اه من في ضاهره باك كرة دي كانت تبقى ثلاثة واحد لو البنى التدادها الجه هيبقى ثلاثة واحد ضاع اتردد بهدف لأولمبي ده بقت اتنين كرة سبت اه ولهم ضرب الجزاء التالتة كمان صحيحة مليار في المية مليار في المية مليار في المية اللي حاجة مالك فاتنين حالس المرمى لما دخل مع بعض تشفتها تفضل لك اهي ده اسمو حسام الدين غشة اسمو كويس اوي نعم كويس اوي طبعا مص بص ابليل ده بيجي من تحت اسمو أمو طبعا هاه تحساباتش مو حساباتش مو حساباتف Graduate ها تقليل الفرصة كان فيها بتاحد فرصة بس 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 شو عندك الى حبيب بكم هنا عمل مباراة برضو كويس هنا vezكام في مصر محطة كويسة بيعرف يوقف على الكرة حسام الدين غشة وعبد المؤمن جاب هو دي الخطورة بتاكفة قصطيف لازم فيه تركيز وقفة صاح زي ما كابت الحنان دا قال من كلبالي من سعد من أيمن أشرف من فتح لو أيمن أشرف طلع لازم أحمد فتح يكون وقف أمن على طول ما يفعش الاتنين لو فيه هجمة الاتنين طيرين لازم واحد وقف زي حسام عشور هو بيعملها بشكل كويس دايما بغطي فلازم يبقى عندك وانت حتى في النواحي الهجومية لازم يبقى عندك تمركز أو عدد زيادة في الدفاع لازم يبقى عندك زيادة أنهم عندهم السرعات أنهم من الناحية الدفاعية زي ما شوفنا الهجمة دلوقتي تعملت حسام الدين غشة في ثانية عنده السرعة بيعرف يروغ يعدي بقى في الـ 18 التاني فلازم يبقى فيه تمركز الصح وعندك زيادة العادية الصحة طيب الإقبال الجماهير هناك كبير جدا يعني من خلال مشاهدتنا لبعض الصور وكلامنا كان فيه واحد أنا عرفه طبعا هناك اسمه جلال عايش هناك مقيم هناك كان بيكلمني الإقبال شديد أوي بلال بص يعني ده الإقبال الجماهيري على التذاكر اللقاء فأنت بتتكلم على مباراة هتبقى الاستاذ فيها مليان وقبل نهائي وحققهم بالتأكيد وبيواجه الأهلي فياكيد بيزيد من حمر صعوبة لكن أرجع للجزء الفني كما أنا كابتن بلال هتلعب أيمن أشرف ناحية الشمال سعد سمير هتلعبه في القلب غياب سعد سمير راجل جدا وممتاز جدا وحمسي جدا وكل حاجة لك أتكلم على البعد على اللقاءات يمثلك نوع من الحظر شوية ولا متطمن جدا لا هو بص خد بالك سعد من اللعيبة اللي بتعتمد على القوى البدنية بتاعته هو لعيب إمكاناته جاهدة جدا ممكن يبقى فيها كابتن يعني عارف ممكن يبقى فيه شوية قلق شوية عارف اللعيبة اللي دايما بتعتمد على القوى البدنية ممكن يعني بعد الرجوع بتبقى فيه مشكلة إلا على حسب هو حالته البدنية في الوقت الحالي هي حالة بدنية يعني عب الزبطية حالة بدنية كابتسادي يعني النهاردة مثلا لما يكون لعيب عندي هو السمات اللي موجودة عنده نوع قوي بدن سريع لعيب بيعتمد على القوى بتاعته لعيب بإمكاناته جاهدة جدا يبقى أنت لازم تحكم على مدى جاهزيته للمباراة لو جاهز للمباراة بشكل جائد وانت كمدير فانا قدرت تحكم على القصة دي فانا شايف ان سعد سمير سيكون من اللعيبة اللي ليها ان شاء الله دور كبير جدا في المباراة زي كده إنما لو مش جاهز بدنية تبقى فيه مشكلة كبيرة جدا لان خدبالك هو لو جاهز بدنية بالضبط يعني مش عايز أولك بالضبط منافس وانت راجع وبرضو على مهلك يعني مباراة مش قوية وما بتتعرضش وبرضو لاجمات كتيرة جدا مفيش ضغط كتير لان انت بتتكلم في مباراة ممكن تكون مضغوط فيها وارد كتير جدا ممكن بالتلت ساعة وربع ساعة وما مضغوط فيها وارد دا كانت الوضع طبيعي انت يعني انك اسمانة 2-0 وتلاعب فرقة قوية بتعتمد أصلا على القوة السرعة فوارد جدا يبقى فيه التحامات كتير جدا وارد يبقى فيه سباقات سرعة جدا طول المباراة وارد يبقى فيه كورة طويلة عالية جدا فهتضطر تحتاج القوة بتاعتك والسرعة بتاعتك أثناء المباراة فوارد كتير جدا فهل لو سعد سمير الليقب بدنين موجودة والخوة موجودة ومعندوش مشاكل في الحتة دي فاعتقد انه هيبقى فايدة كبيرة جدا لنادل ألي في مراهزة كده نعم لو مش جاهز بدنين هيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا على العكس يعني دي مفاشة وسطية وسام يا جاهز وجاهز وقوي ومستعد للموراة الليقب بدنين مكتملة جدا وخوة مكتملة يا مش جاهزة مش هتلعب لان دي يا كابتل مفاشة وسطانة طيب بتلعبش فرقة ضعيفة فرقة مثلا ممكن تقولي لا انا ممكن ده اميل شوية على كل بالي ممكن يبقى فيه تقطية من الحتة دي لا انت بتلعب فرقة انت وامكانياتك وقدراتك الفن اوكي طيب هاختم بحاجة هي الأجمل والأحسن في القرع عماتين يعني والحاجة اللي كنت الواحد بيدعو ليها في بداية الحلقة الاحترام السائد ما بين الأطراف كلها ما بين كل أفراد المنظومة أو كل الناس في المنظومة سواء كان على المستوى المحلي او المستوى القاري او حتى المستوى الدولي ياسين معلومي ده واحد من الناس الكتاب المشهورين جدا في العهد في الرياضة في الجزائر واحد من الصحفين الكبار جدا ويعامي الكبار جدا 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 في الجزائر لما قاله في منتهى الأهمية النهاردة السابت عشان تبقىikkİ لك ما دا لعلاقة سواء كانت ما بيننا وما بين الجزائر كشكل كشعب أو آه أو أندية وما بيننا وما بين الترجل تونسي حتى أو شعب تونس أو كل البلاد العربية المغرب والجزائر وتونس وليبيا وكل الناس الرجل بيقولي في مقاله النهاردة يا بكباتين بصي بيقولك تفاجأت هذا الأسبوع عند تنقلي إلى مدينة طيفة التي تبعد عن الجزائر بحوالي 300 كيلو متر لتقديم واجب العزاء إلى رئيس مجلس إدارة وفاق الصيف عز الدين أعراب الذي فقد والدته طيب الله وصراها بوصول رسالة تعزيح من فريق القرن المصري النادي الأهلي من فريق القرن المصري النادي الاهلي مقدما فيها تعازي أسرة الأهلي وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اللاعب الدولي السابق الكابتن محمود الخطيب وكل أسرة الفريق المصري لفتع جعلتني أقارن هذا الفريق العالمي يستحق السناء والشكر لأنه أعطى ولكن ولكل الأندية سواء المصرية أم الجزائرية وحتى العربية دغسا في الاحتراف والاحترافية وصفعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم ورئيسه زاتشي وكل أعضاء مكتبه والرابطة المحترفة الذين لم يكلفوا أنفسهم على الأقل لاتصال هاتفيا بالمسؤول وفاق الصيفل ورئيس النادي لتعزيته أو على الأقل إرسال رسالة تعزية مثل ما فعلوا الأشقاء المصريين والنادي الأهل العظيم برئاسة كابتن محمود الخطيب ياسين معلومي رئيس تحرير القسم الرياضي بجريدة الشرق الجزائرية ودي من أكبر الجرائد والإعلام في الجزائر أعتقد أننا مش هلاقي أحسن من كده اختام لحلقة النهاردة في ملعب الأهلي شكرا جزائر كابتن حمادة نشكرك يا فسايد ربنا حبيب نورتنا الله يخليك بتوفيق يا رب إن شاء الله يا رب إن شاء الله شكرا جزائر كابتن السامة شكرا جزائر كابتن البلاد شكرا جزائر بلاي نتقابل على خير إن شاء الرحمن قبل مباراة وفاء الصيف يوم الثلاث قبلها في ساعتين في ملعب الأهلي وحلقة جديدة ويا رب إن شاء الرحمن نكون موفقين ونرجع ببطاطة تأهل إن شاء الرحمن للدور النهائي بإذن الله لمسابقة 2018 من دوري أبطال إفرقيا اشتركوا في القناة